السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ملك وكتابة حلقة اليوم في لقاء الخميس التي تحمل الرقم 701 يغيب عنا فيها الزميل العزيز الكبير المهندس عدل القيعي يمكن النهاردة بشكل طارق جداً احتاج يكون موجود جنب مي مننا عدل القيعي مننا داخلة المستشفى لإجراحها بسيطة إن شاء الله يطمئن عليها المهندس عدلي وتقوم مننا بألف سلامة ويرجع لنا المهندس عدلي في الحلقة الجاية بإذن الله من القيعي أعتقد فيكم مهتم شوية بالشعر الغناء الحديث وبالدراما يعرف إن هي واحدة من الموهبين بجد واللي في فترة قصيرة جداً قدرت تحجز لنفسها مكان بارز في الأعمال الدرامية المختلفة والأعمال الغنائية الجديدة الحقيقة فألف سلام عليك يا منا وإن شاء الله تقومي بألف سلامة ويرجع للمهندس عدلي في لقاء الاثنين إن شاء الله حلقة النهاردة زي ما قلت لكم يعني الرقم واحد بعد السبع ومية فأنا أعتقد ملكه اكتابة حفظته كتير فقراته وعرفته منهجه وتوجهاته لكن خلينا أقول لحضراتكم بداية أبرز العنوين مقالي ومقاله رسالة من الرئيس الغربال عظيم عظماء العالم فاشل وبعظمة لسانه حتى لا نثير الاحتقان والشموع الحمراء العملاق وشجرة الحب وفي أسرار الملك نصر قرطاج وأخيرا مجلتنا اليوم ومن أربعين سنة ده محتوى حلقة النهاردة اللي حنتواصل مع حضراتكم فيها على مدار تلات ساعات إن شاء الله هتلاقوا كتير من التفاصيل أولا اللي اتطمينكم عن نادي الأهلي اللي تزيد فخركوا بالنادي الأهلي واللي تكشف لكم الكثير من الحقائق المهمة وزي ما تعودتوا مع منهج ملك وكتابة كل حاجة بالمستند والوثيقة والصوت والصورة فنتمنى لكم متابعة طيبة إن شاء الله لكن ضربة البداية كما تعودتوها دائما هي مع مقالي ومقاله رسالة من الرئيس الحياة لإنجاز الأولمبي اللي حقيقته البعثة المصرية في توكيو وفوزها بست ميداليات متنوعة حظيت معاها البعثة أو الأبطال الفائزين بيها بأكبر وأفضل وأعلى تقدير وتكريم رئاسي ربما في تاريخ الرياضة المصرية شفنا أبطال أخذوا ميداليات كتيرة في فترات سابقة لم نلحظ أبدا أن الرياضيين أو الأبطال حظوا بمثل ما حظوا به هذه المرة من دعم واهتمام ومتابعة ثم تكريم في مختلف الاتجاهات من رئيس الجمهورية بنفسه لكن كان منح هؤلاء الأبطال أو سمة الرياضة أو وسام الرياضة من الطبقة الأولى والطبقة الثانية والطبقة الثالثة كل حسب نوع الميدالية مسألة فيها الكثير من الرسائل المهمة لكن كلام الرئيس عفتاح السيسي لهؤلاء الأبطال أثناء التكريم حامل رسالة مهمة جدا لجموع الرياضين عمتان نسمع بسم الله الرحمن الرحيم أولا الحمد لله على السلام وألف مبروك مبروك حاجة جميلة جدا جدا أسعدتوني ونشكركم وجهد عظيم وإن شاء الله اللي يام اللي جاية نقدر نحقق أكتر من كده والفكرة مش في تحقيق الميداليات أو كده هي الفكرة في حالة الرياضة حالة اللياقة البدنية في مصر بتعكسها المسابقة اللي زي كده كل ما الدول تبقى متحدرة بتهتم بنفسها وبتهتم بشبابها وبتهتم بأبنائها وينتج عندها حجم ضخم جدا في القطاع ده بينعكس بالنتائج يعني الهدف مش الميدالي وهي أخيها عظيمة عشان بس محدش لكن حالة الرياضة حالة بناء أجسام مولادنا وبناتنا في مصر حالة أنا بقول كلام ده لأن فرصة وأنتو موجودين أن الرسالة دي تصل لنا فأحنا سعداء أولاً باللي انتو عملتوه فيه أب وأمه مهتمين فيه دولة مهتمة فيه مدرسة مهتمة فيه جامعة مهتمة فيه إنسان بيرائب نفسه شايف بي دايماً متابع وزنه وحالته الصحية وكلام نهاز القبيل يعني فمبروك حد عايز حاجة؟ أهيه أبداً ترجمة نانسي قنقر بشكل دقيق شوية يلاقي المعنى العمير في ان الفكرة مش في الميدالية وده موضوع مهم جدا للحياة موضوع مهم لكل الرياضيين والكل الاندية والكل القائمين على الشباب والرياضة الرئيس قال يا جماعة الفكرة مش في الميدالية على اهمية الميدالية وقيمة الميدالية وضرورة تكريم الابطال وحاجتنا ان احنا فعلا ننجح في كل هذه المحافل الدولية والاولمبية لكن الفكرة ان هذه الميدالية او هذا الفوز او هذا التتويج يجب ان يعكس حالة الرياضة في البلدية وده اللي اكد عليه اكتر من مرة الرئيس في الكلمة الروسيارة ديت الاهمية انك انت مش في الميدالية في حالة الرياضة في حجم ممارسة الرياضة في حجم اهتمام الشعب بالرياضة في ازاي نقدر نخلي فعلا الممارسة الرياضية جزء من اسلوب الحياة اليومية للمصريين كلهم لانه المجتمع حتى تأكيد الرئيس ان المجتمع الصحي في حالته البدنية وممارسته للرياضة ده بيعكس الحالة الصحية للمجتمع قدرة الفرد على العمل قدرة المجتمع على الانتاج اهمية انه يتحل ابناء المجتمع بالسلوك بالقيمة بالقدوة بالفكرة الرياضية نفسها هي دية فكرة الرياضة اكتر من اختزالها في مجرد ميداليا لانه لو احنا اعتبرنا انه في مجتمع ممكن يفرغ نفسه وقدراته وامواله وطاقته للرياضة فقط في فرد او اتنين او عشر يحطهم في حضانة رياضية ويصرف عليهم كتير عشان يكسب ميداليا ويفضل يسقل في اعدادهم برا وجوه وياخد ميداليات من غير ما هذه الميداليا تعكس الحالة الرياضية في المجتمع ايه لا ما كسبناش حاجة ما كسبناش حاجة على المستوى العام والجاد لانه فكرة انه هذا التفوق الرياضي اللي بتعبر عنه ميداليا اولمبية يجب انها تكون نبعة من حجم وممارسة كبيرة عندك بطل واثنين وثلاثة وعشر او مية المفروض يكون عندك ملايين من الشباب والرجالة والستات والاطفال بيمارسوا الرياضة ده دي الرسالة المهمة جدا ضرورة الاهتمام بقطاع الممارسة قطاع الممارسة عشان يقدر نفرز منه ابطال باستمرار ولو ما افرزناش بالمناسبة لو الشعب بشكل يحفظ صحته ويحفظ قدراته ويحفظ قدرته على العمل وعلى الانتاج ما هو الحفاظ على الصحة حفاظ على الاقتصاد شوفوا الدول لما بتحتاج تصرف مليارات على الصحة وعلى البيئة وعلى كل ما هو ناتج عن صحة الانسان المسألة بتحتاج فلوس كتيرة جدا فبناء المجتمعات بشكل جد المفروض جاي من خلال قيمة الميداليا كان عكاس لحالة الرياضة هي دي ترسالة الرئيس المهمة جدا انه عايزين الميداليا وعايزين التفوق الدولي وعايزين الانجاز يعكس حجمه ممارسة حقيقية وعدد الرئيس في كلمته لأبطال مصر الفائزين بالميداليات الدور اللي المفروض بتقوم به المدارس والجامعات وا 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 وحتى أماكن العمل المختلف لأن عندنا فرص كتيرة لممارسة الرياضة خاصة في المدارس احنا استسلمنا الفترات طويلة قوي الفكرة انه المدارس ما عادش فيها أفنية لممارسة الرياضة هي مفهاش أماكن لممارسة كرة القدم بس الشعب المصري اختزل للرياضة عقود طويلة جدا في كرة القدم حتى ظهرت ألعاب في النزال كل الألعاب اللي احنا بناخد فيها ميداليات أولمبية بقالنا فترة ألعاب نزال يا المصرعة يا الجودو يا التايكوندو دلوقتي يا الكراتية والملاكمة الألعاب دي مش محتاجة أي بساط منها مش محتاج لا الملاعب ولا المساحات واسعة كم متر ممكن يكون في فصل مدرسة فاضي أو على أسطح المدارس ومراكز الشباب لو المسألة خلاص عدمت نقدر نمارس الرياضة وتقدر فعلا تتحول مدارسنا وجامعاتنا إلى معامل تفريخ لممارسة الرياضة وإنجاب الألاف من الأبطال احنا عندنا فقر شديد جدا في قاعدة الممارسة خاصة في الألعاب اللي احنا بنتفوق فيها أولمبيا فأتمنى أن رسالة الرئيس تكون وصلت بشكل مسموع لكل القائمين على الحركة الرياضية في كل الاتجاهات وعلى ذكر كل الاتجاهات الحقيقة خلينا نقف عند الدور المجتمعي الكبير جدا في هذا الاتجاه اللي بيقوم به النادي الأهلي اللي يتابع تفاصيل دور النادي الأهلي في الحركة الرياضية لازم يشعر بكل التقدير والامتنان والاحترام لما يبزل على الأرض لخدمة الشباب وخدمة عضو النادي حد النادي الأهلي وده اتساق معه توجهات الدولة وفكر الدولة وإقاع الدولة في المرحلة الأخيرة لأنه بنفس حجم الإقاع غير المسبوق في منجزات الدولة المصرية دلوقتي في كافة الأصعاد خاصة الإنشائية والبنائية هتلاقي النادي الأهلي شغال بنفس السرعة وبنفس الكفاءة وبنفس القدرة وبنفس الرغبة فيه إنجاز كل ما هو متميز شوفوا الدور الإعماري الكبير جدا للنادي الأهلي في ربوع المجتمع المصري بقول لكم هتشعروا إنه هذا المجلس في خلال مدته فقط ديت أقل من أربع سنوات قدر يعمل نقلة نوعية هائلة جدا ورائعة جدا في مستوى المنشآت الرياضية سواء في تطوير منشآت النادي في الجزيرة أو في افتتاح الكثير من المنشآت الجديدة في مدينة نصر زي ما حضراتكم شايفيني الكابتو محمود الخطيب وهو حريص بشكل شبه يومي على التنقل بين مقرات النادي وتفاقط حركة العمل فيها لخدمة أعضاء النادي أنت بتتكلم على مجتمع النادي يكاد يصل العدد إجمالي بالنسبة لأفراد كل الأسر الموجودة إلى أكثر من مليون فرد النادي الأهلي بيرعاهم في مختلف فروعه شوفوا حجم اللي بيحصل من إنشآت في كل الفروع وشوفوا إقاع العمل للنادي الأهلي حريص عليه في التجمع الخامس ده مدينة نصر تجمع الخامس النادي لما استلم الأرض قلتلكم المجلس الإدارة السابق كان اشترى أو اتجه لشراء أرض للنادي الأهلي في التجمع الخامس لما كانت المنطقة الأرض معيوبة ومحفورة بشكل مكلف جداً لبنائه حرص مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بالتواصل مع وزارة الإسكان اللي مشكورة بدلت الأرض للنادي الأهلي من منطقة لمنطقة مجاورة فيها مستوية بدأ العمل بقول لكم بنفس إيقاع العمل أو الرتم اللي شغال به الدولة المصرية دلوقت وبتشوفوا كل حاجة إزاي تحصل في أسرع وقت وبأعلى كفاءة وبأقل تكلفة ده إيقاع العمل في مصر الحديثة مصر الجديدة تساقل معاها النادي الأهلي شايفين وصل لفين في التجمع شوفوا درجة الإنماء والتنمية والإعمار اللي حصلت لما النادي الأهلي تواجد في التجمع وبسرعة قدر النادي يطلع من على الأرض وقدرة المنشآت ترتفع ويقترب الأهلي خلال إن شاء الله فترة قصيرة جدا من افتتاح فرع الأهلي في التجمع الخامس بعد مطور الجزيرة وأضاف الكثير من المنشآت والمرافق لأهل مدينة نصر وعما قريب هيفتتح جراش أهل مدينة نصر عشان يسهم بشكل كبير جدا في حل مشكلة المرور في مدينة نصر وده مقر الشيخ زايد اللي لما افتتح يعني تم بناءه أو بدأ العمل فيه بشكل كبير جدا مع مجلس إدارة الكابتن حسن حمدي المهندس محمود طاهر ومجلس إدارته استكملوا البناء وافتتحوا المجلس الحالي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بيواصل العمل على افتتاح المراحل المتتالية في مقر الشيخ زايد هذا الدور الإنماء التعمير المهم للنادي الآلي بيتيح للأعضاء وده الكلام اللي الرئيس قاله فكرة الممارسة بصوا على ملاعب الأهلي في كل هذه الفروة هتلاقوا النادي حريص دايما على إتاحة الفرصة للأعضاء ملاعب حتى ملاعب الكرة وملاعب السلة وملاعب الطائرة وحمامات السباحة شوفوا عدد الآلاف من أبناء النادي في الأكاديميات المختلفة أكاديميات الألعاب المختلفة بل وده فرع الأقصر اللي كان من النادي الآلي سباق في الاستجابة دايما وأبدا إزاي يطلع برسالته وبدوره وبمكانته وبفكرته وبأفكاره خارج نطاق القاهرة الكبرى ويصل إلى كل الأقليم النهاردة تقريبا معظم المحافظات فيها مقر الأكاديميات النادي الآلي لكرة القدم والنادي حريص على أنه كمان يطورها يبقى فيه أكاديميات للألعاب المختلفة تنقيبا على المواهب ومساعدة للأطفال وللشباب على ممارسة الرياضة الفكر اللي حاوتها رسالة الرئيس في أنه ضرورة الممارسة ضرورة أن الشعب يحول الرياضة إلى سلوك حياة سلوك يومي فأعتقد هذا التوسع الكبير من النادي الأهلي فيه منشآته هو تدعيم وتعزيز وترسيخ لدور الوطن الكبير ناس كتيرة بتتكلم عن النادي الأهلي وهي مش مدركة حجم ما يصنعه النادي الأهلي ويقدمه خدمة لمجتمعه والتزاما بوعده وبدوره في خدمة وطنه ده النادي الأهلي في كل ربوع الوطن وحتى على مستوى كل الأسعادة شوفوا أجندة النشاط اليوم في النادي الأهلي هتكتشفوا أنه عمل جبار بيحدث كل يوم حتى في رعاية النش ورعاية الشباب ورعاية زو الهمم الخاصة النادي الأهلي عنده أجندة نشاط متفعلة يمكن بالمناسبة لجنة الطفل في النادي واحدة من اللي جان النشاط في النادي اللي بدأ المجلس الإدارة يدفع الأعضاء فيها لمزيد من العمل ومزيد من التفعيل لجنة النشاط أو لجنة الطفل في النادي يوم السبت إن شاء الله عندها ندوة مهمة عن الدافعية النفسية للأطفال دي مع عدد كبير من أولياء الأمور المتقدمين للفرق الرضياء المختلفة النادوة هتكون الساعة 6 في البرجولة الخامسة في فرع الأهلي بالشيخ زايد هتتضمن ورش عمل للأطفال بعنوان الأسر المتحركة بمشاركة 40 طفل من سن 7 لسن 12 سنة على أن يتم تسجيل لأسماء المشاركين من الأطفال في العلاقات العامة النادوة دي بالتعاون مع اللجنة العليا للي جان برئاسة الأساس وليد مبروك متولي والإدارة التنفيذية للنادي برئاسة الدكتور سعد شلبي ده التفعيل لدور النادي الأهلي المجتمعي أنت بتبدأ بتتكلم على الطفل بتبدأ تبني من الصغر لرعاية أبناء الأعضاء للحث على ضرورة ممارسة الرياضة لفتح كل ملاعب النادي لاستقبال الأعضاء وأبنائهم أيضا حتى ليه زاو الهمم الخاصة اللي محتاجين الرعاية الخاصة النادي حريص على تفعيل دور هذه اللجنة مع اللجنة العليا فيه بتنظم جلسات شهرية بعنوان يلا نساعد بعض والحياة ده عمل إنساني راقي جدا ودور نبيل ومحترم للنادي الأهلي إنك إزاي تقدر تحتضن زاو الهمم الخاصة من أبناء الأعضاء علشان تقدر فعلا تساعدهم في دمج أبنائهم من زاو الهمم الخاصة في المجتمع الرياضي وإزاي يرتبطوا بالنادي وإزاي تكون لهم فرصة لممارسة الرياضة للارتقاء بيهم والإسهام في علاجهم شوفوا في كل اللجان من لجان المرأة لللجان الثقافية للجان النشاط على كافة الأسعدة حريص النادي الأهلي على الوفاء بدوره وخدمة وطنه في هذا الاتجاه ده الدور المهم للنادي الأهلي لأنه زي ما قلتلكم صدقوني الأهلي أكبر من فكرة فرقة الرياضية أو مجرد نادي الأهلي عنده دور كبير جدا اللي بيقدر يتأمله ويشوف حجم الإنجاز اللي بيتم وحجم النشاط اللي مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في النادي حريصة عليه لا يدرك أنه هذه الجماهير الكبيرة جدا في كل الأقاليم وفي كل الدول العربية حتى والأفريقية اللي عندها هذا التقدير الكبير جدا للنادي الأهلي ده مش منفراغ على ذكر الدور الكبير للنادي الأهلي يمكن نجمنا المحبوب الكابتن مؤمن زكريا واحد برضو من أبناء النادي اللي تعرض لما احنا صحية ربنا يا رب يشفيه ويعفيه بيها البعض اجتهد في اليومين اللي فاتوا وبدأ يتكلم في بعض البسطات على تعرض مؤمن لأزمنة صحية عنيفة جدا الحقيقة زوجة الكابتن مؤمن زكريا حرصت على نفي ما قيل وأكدت أنه كانت مجرد وعكة صحية ألمت بمؤمن لكن الحمد لله هو بشكل جيد ورب إن شاء الله تعالى يكتب له تمام الشفاء يمكن كل جماهير النادي الآلي بتتطلع اللي حاصل على الساحة الرياضية والساحة الكروية بالخصوص الآلي بكرة عنده مباراة مهمة مع المصر البورسعيدي بيتسو موسماني المدير الفني اختار قيمة الفريق لخوض هذه المباراة اللي هتبقى الساعة 9 مساء الجمعة القيمة فيها 22 لعب دخل بهم المعسكر النهاردة فيها الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكهربا وحمد فتح ومروان محسن وأيمن أشرف وبدر بنون وحسين الشحات وقالو ديانج وعمر السلية ومحمد مجد أفشا وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق وولتر بواليا وطهر ومحمد طهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا أيمن أشرف وحسين الشحات انتظموا في المران زي ما قلتلكوا الجهاز الفني اتطمن عليهم يمكن الجهاز محبش يستعجل شوية على الشريف محمد شريف المصاب في شد في العضلة الخلفية فضل أنه يكمل العلاج التأهيل ليه علشان يحاول يدخل في الفترة اللي جاية ده يمكن بالنسبة لمران النهاردة النهاردة كمان كان فيه حكمين مهمين جدا في الساحة الرياضية محكمة القضاء الإداري حكم خاص ب رفض قرار وزير الشباب والرياضة السابق المهندس خالد عب عزيز بشط برئيس اللجنة الأولمبية الأسبق بقى يعني مياه كتيرة مشت في النهر الحقيقة المهندس خالد عب عزيز مش من الوزارة وخالد زين مش من لجنة الأولمبية بقى له فترة طويلة جدا لكن الحكم القضائي اللي صدر النهاردة قضى بقبول الدعوة المقامة من خالد محمود عوض زين الدين اللي هو المستشار خالد زين لإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة والمتضمن وقف نشاطه وشاطبه من سجلات اللجنة الأولمبية المصرية وانتفاق صفته الرياضية المحكمة قالت أنه صدر القرار المطعم فيه من الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية من الألعاب والمسابقات الأولمبية على ذلك فالمخالفات المشار إليها لم تنسب للمدعي بوصفه حكما دوليا مقيدا بالتحاد التجديف وإنما بوصفه رئيسا سابقا لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أيضا المحكمة محكمة القضاء الإداري قضت بقبول دعوة بطلان قرار اللجنة الأولمبية بحل مجلس إدارة التحاد كرة اليد برئاسة الكابتن هشام نصر كان صدر قرار بحل مجلس إدارة التحاد اليد عقب بطولة كأس العالم هنا هشام نصر لجأ للمحكمة ضد قرار الحل المحكمة رفضت طلب هشام نصر وأيدت قرار حل مجلس إدارة الاتحاد خاصة أنه صدر مشفوعة بتوصية من الاتحاد الدولي لكرة اليد لما نسبته من مخالفات إلى هشام نصر أثناء بطولة كأس العالم في القاهرة ده القرارين المهمين النهاردة أو الحكمين القضائيين المهمين النهاردة وتابعنا طبعا كل ما ذكر في الفترة الأخيرة عن مخالفات كثيرة في اللجنة الأولمبية وعن إلغاء الدعوة اللي كانت تمت في بعض الاتحادات الرياضية بإصدار أو بإجراء انتخابات سريعة تم إلغاء هذه الدعاوي ويعاد فتح باب الترشيح من جديد اتحدد له يوم 28 أغسطس إن شاء الله لفتح باب الترشيح لمختلف مجالس إدارات الاتحادات الرياضية ده كان أبرز ما في مقالي ومقاله هنطلع للفاصل وبعد الفاصل عظيم عظماء العالم فاشل بعد الفاصل أهلا بحضراتكم جديد وما تخافش على الأهلي بجد ما تخافش على الأهلي طول ما فيه هذا الحرص الشديد من كل المسؤولين في النادي الأهلي على أن النادي يفضل في أعلى درجات الانضباط والالتزام بالقيم الرياضية والحرص على الدفاع عن حقوق النادي بكل الطرق القانونية عايز أقول لكم الناس كتيرة بتسأل عن تفاصيل في الدعاوي القضائية وما فيش حاجة النادي الأهلي سابع لكن فيه أمور كتيرة منظورة أمام القضاء أو منظورة في تحقيقات النيابة فبالتالي محدش بينفع يتكلم فيه أمر منظور قضائيا أو قيد التحقيق النيابية لكن طمينه تماما كل ما يتعلق بحقوق النادي وصورة النادي وابناء النادي وكل شيء يخص النادي من الناحية القانونية الأهلي حريص على الدفاع عنها بالطرق القانونية ما حصلش أبدا قبل كده لاحظت أن مجلس الإدارة ابتزل أو تخلى عن وقاره أو عن قيمه أو عن تقاليد النادي أو الخروج عن سلوك النادي المعتاد وحافظ دايما وأبدا على شخصية الأهلي وقيمة الأهلي ده من حيث المبدأ فكل ما بيتعرض الأهلي لأي شيء يهدر حقوقه أو ينال من حق مشروع له بيلجأ للطرق المشروعة وللخطاب المحترم وإظهر للحقائق لأنه أنا بكلمك على نادي ترتبط به مشاعر الملايين من الجماهير معرفش ليه الناس مش مستوقفهاش أبدا أنه اليوتيوب لما يطلع في الفترة الأخيرة عن شهر سبعة نسب المتابعة والمشاهدة لقنوات اليوتيوب الخاصة بالأندية على مستوى العالم فيكون النادي الأهلي المصري رقم واحد قبل برشلونة الأسباني النادي الأهلي قناته الرسمية على اليوتيوب يتابعها 16.5 مليون متابع في مقابل 13.5 مليون تقريبا لبرشلونة فأنت بصدد نادي عنده هذا التأثير في محيطه سواء في مجتمعه أو خارجيا فبالتالي المسئولية المباشرة والدائمة على عاتق المسئولين فيه الحرص على الانضباط السلوك الاحترام وفي نفس الوقت عدم التفريط لا في الحقوق ولا في كل ما يخص النادي وفي تفاصيل كتيرة ربما سيأتي الوقت لشرح الكثير منها بعد مباراة الأهلي وطلع جيش ودي مسألة مهمة جدا لأنك فجأة الناس تبدأ تقول هو الأهلي متدايع علشان يتعادل لا الأهلي لما بيتعرض لما يهدر حقه بيعرف يدفع عنه كويس بالطرق القانونية والوسائل المشروعة لكن ما هيش قضية التعادل بالعكس الأهلي بيحاسب نفسه أولا بأول لو سمعته كابتن سيد عب حفيز بعد المباراة ومدير الكورة قبل ما يتكلم عن ظروف المباراة اللي حصل فيها بيعتذر للجمهور لأنه فعلا أنك أنت تلاقي أنت تعرضت لضغوط تعرضت المشاكل تعرضت لصعوبات لكن الديني حقه اللي حصل في هذه المباراة منك وليسه تفاصيل هقول لكم الكتير منها شي غير مقبول وغير معقول أبدا لكن خلينا الأول بنقول لكم أبرز ما فيه الغربال عظيم عظماء العالم فاشل آه أبجد قال لك لما تبص على كل الجرائد والمواقع تشعروا أن الأهلي علشان هيخسر بطولة الدوري محتمل لأنه الموقف ازداد صعوبة في الأمتار الأخيرة تسمع على تسريح الفريق تسمع على آه خلاص اللعبة دي مش عارف إيه لازم الناس دي تمشي المجلس الإدارة لجنة التخطيط وفجأة كل حاجة ظلمة لمجرد أنه الفريق متعسر في بطولة الدوري فلما تسأل حد بس الفريق ده واخد بطولة أفريقيا يقول لك احنا مالنا الدور هو المقياس لا بجد الدوري هو المقياس طيب خلينا في الدوري هو المقياس إذا ارتضينا الدوري مقياس فعلى الجميع أن يرفع القباعة للنادي الأهلي وللعب هذا الجيل لأن هذا الدوري بأهميته وبقيمته كمقياس هذا الفريق فاز به خمس مرات متتالية إيه رأيكم اللي فاز به خمس مرات متتالية بإنجازات كبيرة جدا وبأرقام قياسية يعجز أي حد ينفس الأهلي فيها يعتبر فاشل عشان في موسم وضعت أمامه العرقي للكثيرة وضعت أمامه العرقي للكثيرة في التحكيم هتشوفوا تفاصيل حقيقي يعني كاشفة وكاسفة لكن هذا الفريق بهذا الجيل اللي يفوز بالدوري المقياس الرسمي والمعتمد عند حضراتكو كقوة الفريق ده فاز به خمس مرات منها مرة كان فيه غيره قبق أو سينة أو أدنى منها الاحتفال وإدر الأهلي بكبرياءه وقيمته وشخصيته وأبناءه ولعبته دول يحققوا اللي الناس كانت شايفاها شبه مستحيل هذا الدور المقياس المعتمد كأفضل بطولة النادي الأهلي يمكن لما تيجي تبص تلاقي بايرنو ميونيخ الأهلي لما يفوز بالدوري على التوالي يقول لك أصدد دوري ضعيف لكن لما يفقده يبقى الدوري قوي جدا المقولة بتاعة أقوى بطولة هي البطولة التي لا يفوز بها الأهلي وأسهل بطولة هي البطولة التي يحققها الأهلي ده المقياس لدى البعض لكن لما الأهلي فاز بالبطولة على التوالي خمس مرات قال لك الدوري ضعيف قل لهم يا جماعة هو المعيار قال لك لا ما هو أصله الفيفا عمل تقرير قال لك ضعف الدرجة التنفسية في الدوري المصري وما كانش الكلام كده خالص الناس ترجمت بمزاكها الكلام ما كانش على ضعف الدوري المصري كان على أنه النادي الأهلي بفوزه بالدوري ابتعد كثيراً عن أقرب منافسية فقال لك الأهلي خلق مساحة فاصلة جداً بينه من أقرب منافسية لكن لو أنت عايز تتكلم على أنه فوز الأهلي المتتالي بالدوري ضعف المسابعة يبقى أحكم على الدوري الألماني بالضعف لأنه بالمناسبة بايرنو ميونيخ إذا كان الأهلي خاد الدوري خمس مرات بايرنو ميونيخ لما احتفل بأنه حصل على اللقب تسع مرات وعاد الرقم اليوفينتوس كبطل للكاليتشو الإيطالي الأهلي سبق كل دول الأهلي سبق كل دول وفاز بالدوري تسع مرات أول ما البطولة بدأت الرقم القياسي التاريخي للأهلي في الدوري أو لأي فريق هو للأهلي في تسع مرات في بداية المسابعة في 48 لكن هل التوالي في القياس في الفوز ده ضعف للمسابعة ولا قوة لما الأهلي حققوا تبقى المسابعة ضعيفة لما الأهلي يتعثر بفعل فاعل أيوة بفعل فاعل في موسم يبقى الأهلي منهار والمجلس فاشل ولجنة التخطيط مش شافة شغلها والسلام والكل ينسى أن هذا الجيل المحترم كان بين العظاماء في الدوحة وكان تالت العالم أنا ليه بأقول لكم هذا الجيل استحق لقب عظيم عظاماء العالم وهقول لكم ليه في مسافة قصيرة جدا عشان تشوفوا درجة التجني على هذا الفريق وتشوفوا حجم التربص بالنادي الأهلي وصل لفين وتشوفوا إيه أسباب هذا الرجم الإعلامي وهذا المخطط الشيطاني لضرب استقرار هذا الفريق والإساءة اللاعبية الناس نسيت إن كل هؤلاء اللاعبين الأبطال على الأعناق لأول مرة في تاريخ الكرة يجيبوا بطلتين قريتين في 8 شهور ما حصلتش لأي حد إلا للنادي الأهلي أي فريق حتى في النادي الأهلي قبل كده ما عملهاش هتقول لي ما هو السبب إن البطولة اندمجت أيوة بس هذا الفريق بهؤلاء اللاعبين كانت عندهم القدرة بهذا المدرب الرائع بيتس موسماني كانت عندهم القدرة إنه يحافظوا على درجة تركيزهم واستعدادهم وطاقتهم وقدرتهم وقوتهم لمدة 8 شهور يوصلوا فيها للطب يجيبوا بطولة أفريقيا التاسعة والعشرة ما حدش عملها أنا ليه بقول لكم عظيمة عظماء العالم المقياس لو هنعتبر إن الوجود في بطولة العالم كاس العالم للأندية بتضم النخبة من أفطال القرات المختلفة كل فريق واخد بطولة قراته بييجي كاس العالم للأندية فالأهلي بين أفطال العالم اللي تواجد معهم في الدوحة صحيح خاد المركز التالت لكن في خلال 8 شهور دول أول موسم إيه اللي حصل؟ الأهلي عمل إيه وغيره عمل إيه؟ من هؤلاء العظماء لهذا الجيل اللي أنتوا سايبين الناس ترجم فيهم وتكسر في مجدفهم وتسئلوهم وتسرحوا وفلان فاشل وحملات مغرضة وأسماء مستعارة في حملات وكتائب إلكترونية كتير هدفها ضرب استقرار هذا الفريق والتقليل من قيمة هؤلاء النجوم لمجرد أنهم أنهيكوا زيادة وأنا هقول لكم ما تعرضوا لي من أفعال غير أدمية في جدول غير أدم الحقيقة هذا الفريق ليه هو عظيم عظماء العالم؟ هو كان في بطولة العالم في الدوحة معاه بايرن ميونيخ بطل أوروبا بايرن ميونيخ في هذه الفترة في هذا الموسم في التسعة شهور دول حقق ثلاث بطولات خد دور ألمانيا وخد السوبر وخد بطولة كأس العالم للأندية الأهل خد خمسة الأهل خد خمس ألقاب في تمن أو تسعة شهور الأهل خمس ألقاب بايرن ميونيخ تلاتة بل مراسي البرازيلي تلاتة أولسان هيونداي الكوري بطلتين وتجريس أونالي المكسيكي بطولة واحدة الأهل خمسة في نفس الحقبة أو نفس الفترة الزمنية اللي بايرن ميونيخ خد فيها تلاتة فشايفين أنتو هذا الجيل من هؤلاء اللاعبين المحترمين اللي شرفوا بلدهم وأسعدوا جمهورهم وجابوا بطولة أفريقيا مرتين في تمن شهور اللعبة دي هي اللي تفوقت في التسعة على الزمالك ومن قبله على كل المنافسين هم اللي تفوقوا على كل أبطال الدول الأفريقية المختلفة الترجل وداد كايزر تشيفز كل اللي قبلهم وقدروا يفوزوا بالتسعة والعشرة عشان تشوفوا درجة التجني عليهم وصلت لفين فجأة بقوا مفاشلين فجأة بقى لازم يتم الاستغناء عنهم لمجرد أنهم وصلوا المرحلة لا يمكن أبدا قبولها من الناحية البدنية وحنوقف كتير عند الجزئية دي من الناحية العلمية بس عارفين الفريق ده في الثمن شهور أو بلاش في السنة من أغسطس لأغسطس نحن في أغسطس من بداية الموسم أغسطس السنة اللي فاتت لأغسطس الحالي هذا الفريق لعب تلاتة وسبعين مباراة من أغسطس لأغسطس بدون راحة بالمناسبة كان المدة الفصلة بين الموسمين خمس أيام خمس أيام من أغسطس لأغسطس هذا الفريق لعب تلاتة وسبعين مباراة شايفين حجم الضغط اللي تعرضوا له فازوا فيها بخمس ألقاب الفريق الفاشل لكنه مع كل هذا التعرض طيب قررنا الأهل ببيرنوم يونيخ وبكل عظماء قرات العالم اللي تواجدوا معها في كأس العالم للأندية طيب إذا قررناه بكل الفرق اللي كملت في بطولاتها القرية الموسم ده الأهلي بالوضع الحالي لعب تلاتة وسبعين مباراة عارفين مين لعب كان بعد النادي الأهلي على مستوى العالم أوروبا علشان تشيلسي والمان سيتي لعبه فينال دوري أبطال أوروبا المان سيتي لعب واحد وستين مباراة وتشيلسي لعب تسعة وخمسين مباراة الأهلي تلاتة وسبعين مباراة مش هنتكلم على الفوارئ البدنية ولا الصحة العامة ولا الاستشفاء من النواحي العلمية ولا كل النواحي الفيسيولوجية والبيولوجية وكل الفرقات العامة اللي بينه وبين أبطال أوروبا لكن الأهلي لعب تلاتة وسبعين مباراة هذا الفريق من أغسطس لأغسطس يلعب تلاتة وسبعين مباراة بالمناسبة ده ربما كان ضعف بعض الفرق اللي بتنفس الأهلي محليا أقرب فريق للنادي الأهلي في عدد المباراة كان الزمالك أقل من الأهلي بتسع مباراة كان المفروض 11 بس الزمالك لعب دور أو دورين في كاس مصر لكن الأهلي كمل في بطولة أفريقيا وخدوا بالكم الفوارئ في عدد المباراة يعني الأهلي لعب أكتر من الزمالك بتسع مباراة والناس بتتكلم على التكافؤ الفرص والناس بتتكلم معرفش على إيه الأهلي لعب في معدلات بدنية زادت عن الفرق الأوروبية الكبيرة يعني هتلاقي ده أكتر فريق لعب كورة بشكل متواصل خلال سنة من أغسطس لأغسطس على مستوى العالم بصوا حجم ما تعرض ليه هذا الفريق كل 72 ساعة كل 8 اتجربت فيه كل حاجة اتجربت فيه كل حاجة لكن مع هذا حصلت كل هذه الضغطات اتعادل الأهلي وكان من الطبيعي أنه يتعادل كان من الطبيعي أنه يتعادل أنت بتتكلم على بشر بتتكلم على شحمه لحب بتتكلم على إنسان معندوش مش آلة بقول لكم الآلة لو شغالة بهذا التوالي والاستمرار العربية بتسخن العربية بتسخن والمواتف بتتحرق لو تثابت شغالة طول الفترات دي يا جماعة دول بشر دول بشر شوفوا حجم الإصابات اللي بيتعرضوا لها هنقف مع رؤى علمية كتيرة في الجزئية دي النهاردة دي مسألة غير طبيعية بالمرة إنك أنت تلعب 73 مباراة متصلة من أغسطس لأغسطس ده حمل بدني لا يطاق ولا يحتمل وتبقى الإصابات معاه مش لا هي مفاجأة ولا غريبة حتى الناس اللي بتلعب الناس اللي بتفهم في الرياضة الشوية في حاجة اسمها اللياقة الزهنية جرب تعمل حاجة معينة كل يوم شوف هتزهق بعد كم يوم شوف هتتعب بعد قد إيه لكن فريق نحطه في محرقة لمدة سنة كاملة من أغسطس لأغسطس وبعد كده ألومه آه تعب آه تأثر هيخسر نقاط آه خسر نقاط لأنه هذا الفريق بهؤلاء اللاعبين مع هذا المدرب لما خد أسبوع واحد فقط لالتقاط الأنفاس قبل مباراة الترجي شوفته مستوى الكرة كان عامل إزاي لمجرد إنه الرجل الدوم أجازة أربع خمس تيام ورجعت مرانه تلات أربع تيام ولعب ماتش الترجي شوفته حجم الأداء والسرعات اللي في الملعب وحالة الفواءان البدني كانت عاملة إزاي لكن محدش لا بيتكلم لعلى الياقة زهنية ولا على قدرات بدنية ولا على تحمل عضلي ولا على أي حاجة ويركع يقول لك تقول له خد بطولتين أفريقيا خمس يقول لك لا المهم الدوري طيب يا سيد خلاص إذا كان الدوري مهم قوي إذا كان الدوري مقياس حقيقي ومعتمد عندكم فالأهلي لديه من المخزوم في بطولة الدوري اللي يخليه ما شاء الله الأهلي يا جماعة واخد الدوري 42 مرة تقريبا أكتر من ضعف حاصل جمعه كل أنديت المسابعة في تاريخها يعني الأهلي عنده 42 لقب الزمالك عنده 12 لقب والإسماعيل عنده 3 ألقاب وبقيت الأندية عندها لقب سواء الأولمبي أو المأولين أو المحلة لقب لكن هذا الحمل البدني الكبير وهذه الإصابات المستمرة وفريق يلعب 73 مباراة بشكل غير مسبوك على ظهر البسيطة من أغسطس لأغسطس مؤكد له أسباب ومؤكد له نتائج هل ده الدعاء؟ هل لما النادي الأهلي بيشتكي بيبرر إخفاقه؟ هل الجهاز الفني لما بيرجع كل هذه النقاط المهدرة أو الإصابات المتكررة بيداري فشله؟ إيه الحقيقة العلمية بالضبط في قدرة اللاعب على التحمل وفكرة الليقة الزهنية كمان خلينا نسيب الجهاز الطبي للنادي الأهلي لأنه هيبرر شغله ونروح لللجنة الأولمبية وعلى رأسها في اللجنة الطبية قال دكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية في اللجنة الأولمبية دكتور حسن مسائل خير مسائل نور يا فنم أنا مساعدتك تحياتي وحمد الله على السلام من توكيو الله يسلم حضرتك ربنا يا فنم أنا عارف أن أنت عملت مجهود رائع الحقيقة في رعاية وعناية البعثة المصرية في توكيو خاصة في ظل الجائحة وكل ما وجهته البعثة الحمد لله على السلامة الله يسلم حضرتك والحمد لله ده فضل رقمه يا عمي طيب أحدك طبعا تابعة الكورة وعارف ما يتعرض ليه الدور المصري آه طبعا طبعا فكرة أن أنا عندي فريق بيلعب 73 مباراة متصلة من أغسطس لأغسطس في حمل بدني بالأرقام مش موجود في أي دولة في العالم من الناحية العلمية والطبية أحدك شايفها إزاي والله بس حضاك اللي احنا بنقولي ده مش محتاج اللي احنا يعني مش محتاج آآ يعني آآ خلاف كتير يعني هو هزهر بالأخر آآ مكوم من مجموعة آآ قدرات نعم مغاومة قدرات عضلية أو تسولوجية اللي هي البياقة البدنية يعني وقدرات نفسية وقدرات ذهنية وهنقول الصغل ما بين الزهن والنفسي أي وقدرات فنية أي الثلاث حاجات اللي احنا بنقولي هم دول البدني والنفسي والزهني هم التلاتة بيصوموا في الآخر في الأداء المهاري يعني تمام يعني على رجل ما تلاقي العيب في آخر ما تشوفهم مش عارف يشوت القرى بين الثلاث حسابات ده مش سبب ان هو ما بقاش يعرف يشوت فهو سبب ان الاجاني الشديد عمل فيه آآ الاصل في الرياضة ان فترات تقنين الأحمال والراحات والأجازات ده حظة مهمة جدا يعني احنا عندنا مثلا حاجة مع الراحات السلبية أي الراحات السلبية دي في بعض الأزية الكبرى دي اجبارية اجبارية يعني اجبارية طبعا انت بتجبر الزعب ان هو ما ياخد راحة سلبية لان هو محتاج يستجمع كمان غير قدراته البدنية وتعويض تكسير العضلات اللي بيحصل طول الوقت يحتاج ان هو يستعيذ الزياقة الزيانية ويستعيذ الرغمة في موسط المشوار الزياضي غير كده بيحصل حاجة بقى احنا بنسميها المشاكل الاحتراق النفسي الاحتراق النفسي الاحتراق النفسي الاحتراق النفسي نسميه التشمع او الزهق يعني اه واني من الحاجات اللي بتعتبر من الاسباب الكبيرة اول اللي بتؤدي لحاجة مثل انها الاوبر ترينيج هم او مفرض الاجهات التدريسي الزائد اه ومشكل الاوبر ترينيج من نتيجة زيادة الاحمال اه ممكن يكون نتيجة خلة القدرة على الاحتمال وده زي ما هو الحال فيه جزء نفسي وفيه جزء اه بدأ اه لما بنيجي معه الله حضراك باختصار البنيادة معبارة عن مجموعة من العضلات والامكانيات بيتم استخدامها 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 ثم التعويض ده اضع ده الصور بخده احنا بناكل نحرق نحتاج ان احنا نمزتين اعادة الملأة عند الرياضي هي الراحة الراحة المشكلة بتظهر من ثلاث حاجات خلينا الاول اعف عند الراحة مدة قدية يلزمها اللاعب للراحة السلبية بين المسلمين بشكل علمي المدة ولا بيه المدة اه بصلا انا عاش مدة شابتة لكن انت بتبدأ تغيرها ما بين كل لاعب ولاعب لكن هي لا تقلن باي حالة حتى تحوال عام 3-4 سبيع من راحة السلبية الراحة 3-4 سبيع مدة اه راحة سلبية الاجهزة ثم متكزل الاستعداد من الوشن الجديد اللي ممكن بقى ده هيحط المقنن الاحماد اللي يبقى في الاعداد يعني ده يخل في اسوأ الظروف عند 6 اسابيع هو الحقيقة نتيجة الضغوط اللي موجودة بالعالم يقول ده بجأة انت تتنازل شوية لكي نستنظر عن الراحات السلبية ده وراحات اللي عاديين تنامي انتها ده حالة بغاية مكثورة حضرات مش بس بس مستوى انت تتعى الضبوط تطور اه تعدد اصابات وطبعا احنا جهاز السلب ده من المتعمل يقول لك ده فلان الصعب وفلان الصعب وفلان الصعب ايوها من الصعب ونتيجة التلاحم المواسم وتلاحم المباريات وعدم موجود راحات كافية وعدم موجود قايمة كبيرة تخلي في سبادل فالموضوع ده محتاج طبعا اعادة دراسة والموضوع ده مهم عشان نتعرض وعشان يطلع لنا لعيبة كويسة وانا بخافت لعيبة كويسة بالإصابات طب انا عندي نفس المشكلة ممتدة دكتور حسن يعني هذا الفريق لعب من اغسطس لاغسطس بشكل متصل ما خدش الى خمس تيام راحة بسبب المشاركة الافريقية انت دلوقتي كمان الدورة هيخلص يوم سبعة وعشرين معسكر المنتخب هيبدأ يوم تمانية وعشرين فمعظم اللعبة او اللعبة الدوليين حينتقلوا للمنتخب حيلعب يوم واحد تسعة وخمسة تسعة يعني واحد تسعة في القاهرة وخمسة تسعة في الجابون ويرجع يقولك إلعب كاس مصر يوم تسعة تسعة ثم تبدأ في الدور الجديدة على طول بعديها ايه دا؟ والله بص يا فندم هو طبعا هذا الموضوع محتاج عادة يعني يعني بحث انت عندك ضعيبة جوائزة محمد صلاح لانا كنت تضغبه في الانقليات مثلا اه اتكرش ان هومان انا جاء لك محمد صلاح مش رايح هو عشان مش مهتم بالبطولة او عشان هو مش هارف مهتم من مهتم عشان فترة الراحة الاجبارية اه طبعا فترة الراحة هو ما اعتبر اه اللاعب في هذا المرحلة قد يكون نعمل انواع اه الاكتراق على حق اللاعب في الراحة وحق اللاعب ان هو ما عنده حياة يعني اه خاصة عنده شوية صغير اه عند طبعا الحياة الارتينية والضغط الشيطة على المباراة اه كل حضرات الاجبارية انت شايف اللي ممكن بتواجه اللاعبة نفسيا والزهنية تعدد اشكال والتجاهات المناسبة اه يعني انا بلعب اه مباراة الدوري اه كافة افراقية او دوري الابطال وخص منه على كافة مصر وخص منه على الدوري العام طبعا انا بعد اي بيك او اي بقى اي كتنة كتيرة في النقود او في الضغط العصبي او راح اغسل حان المعارف حالك اللي محمده اتحان 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 بنفس الكفاءة المصرية والزهنية في المسابقات بتيجي التواري المسابقات انا نتخص بندي واحد ولا فريق واحد ده خاص بقرأ المصرية على اطلاق همومة اطول ندي الاعلي بحديدا عشان مشاركاته كتيرة في الاحداث الافريقية والدولية او يمكن نتعصر الاسبية ان تتعامل هذا الانتجاه يعني تغير طبيعة المشاركات ده لود تاني يعني ان انت بتلعب دوري محلي ثم تلعب في افريقيا ثم تلعب في بطولة عالم تغير المشاركات ده عبق زيادة طيب هم من اي حد من اللعيب اللي اطول ما انخدوا ده في الامبياد دي اه وضعبوا الاسبوع لبطولة الجمهورية وانت انا تفاجأ 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 بالنتيجة يعني انا لو طبعا لو جبت كيشو دلوقتي ولا هداية ودخلتهم بطولة جمهورية بعد بطولة الامبياد ممكن يفشلوا في بطولة الجمهورية انا كده انا من لعبهم في بعض الاحداث الكتيرة اه انا من لعبهم في احداث محلي قولي هي حصلت قبل كده لتكون حسن اه حصلت لحد من ابطالنا بعد الامبياد اخفقوا محليا بس انا هداية بعد اه بعد الامبياد اه انا فاكر كده فاكر هداية ما لك فعلك اه ودخلت في تسلح كتائف اه فطولات بسيطة جدا في افريقيا وفطولات صغيرة بعد ما كانت واخد ميداليا اولمبية اه نعم بعد الميداليا الامبياد المرة اللي فاتحة بعد الميداليا الامبياد المرة اللي فاتحة ده لا يخطع لأحد لحد مرة لفترة كساير ثم إلى أن انتفض مرة أخرى على الأولوبيات اللي بعدها وعلى الأحداث الكبرى مرة تانية لأن الآن الجسم اللي يعطلونه من أنواع الاتباه الزهني المضبط لحجم المنافسات ويقدروا أنه هو يحصل بالا وهو مسبوك هدئوي فترتيب أهمية الحداث هي دي اللي بتفرق يعني كنت مركز قوي وأنا بلعب أبطال العالم مجرد ما يجي ألعب في طولة محلية ممكن أخسر يخسر من ثري صغير اللي بعده على طول ده هو اللي ما نتكلم عليه ما هو حط مجهود زيني ونفسي وبعدها من جدير جدا صح ما انتخل إلى مرحلة ده لهم رايح نديها نفس القدر من الانتباه النفسي دي نقطة مهمة جدا قول لي طيب أنتو كلجنة أولمبية أو لجنة طبية في اللجنة الأولمبية ما لكوش دور في توعيد الأجهزة الفنية على الأقل في الاتحادات إنك إنك تبدأ تبدأ تحط الجداول والموعيد بشكل أهدام شوية بصي احنا طبعا إحنا دايما تناعمل يعني محاضرات وتواعية وكده بصده الخورة الأمانة ديها طبيعة نصفة جدا احنا لعبة جماهيرية جدا لا والأحداث المطلحة فيها بشكل كبير جدا أهدام شوية كده فيه أسبوعين ثلاثة يعني النصف يهدى على في كل الألعاب مش تتكلم على الخورة بس كمان إن اللعب يلتقط أساسه دي حاجة مهمة جدا 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 طيب بالمناسبة اللي للمبياد طبعنا على كيشو أعتقد كان عنده كورونا أخباره إيه والله ربنا يعني أقومه بالسلامة كده هو كان عنده كورونا طبع إيجابي مازالت إيجابي أعلم كده كان عنده شوية حرارة كده احنا نتبعينه بس إن شاء الله خير هو بإذن الله خير إن شاء الله يا دكتور بالتوفيه وألف مبروك وحمد الله على السلامة الله يبني أعزيك فن أعزيك شكرا شكرا جزيلا للدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية في اللجنة الأولمبية وأعتقد حتى حضراتكم في الصورة من حجم المشكلة عشان لما الأجهزة الفنية في الأندية بتتكلم الناس بتعتبر إنه ده بيداري على شغله أو بيبرر أي إخفاق ممكن يتعرض له يا جماعة دول لعيبة دي قدرات عضلية وشفت الدكتور حسن قالك هي المسألة قدرات بدنية وزهنية ونفسية مش معقولة أبدا تحط لاعب في كل هذه المشاركات بقول لكم 73 مباراة لفرقة النادي الآلي رقم غير مسبوك عالميا دلوقت إذا اعتبرنا إنه اللي بيتآهل لنهاء دوري أبطال أوروبا بيبقى أكبر عدد خاصة كمان هو تطلع من الدوري الإنجليزي بكل كمية مبارياته كل اللي لعب أولمان ستي واحد وستين مباراة وتشيلس تسعة وخمسين مباراة خلال هذه الفترة أنت من أغسطس لأغسطس لعب 73 مباراة فشوفوا من الناحية العلمية للدكتور حسن كمان المسألة لها أي قدر أو أي مستوى من التعب والإجهاد الزهني والنفسي وشوفنا بشكل تجرب قوي اللعبة دي لما خدت أسبوع راحة وبدأت تتمرن ولعبة تكملت في بطولة أفريقيا شوفنا المستوى كان عامل إزاي لمجرد أن خدوا فرصة يلتقطوا الأنفاس لكن مع كل هذا الأمر حصلت النتيجة اللي لها تفاصيل وكواليس حنيجي عليها بالتأكيد لكن الأمر دفع مجلس الإدارة لإصدار بيان عشان يوضح فيه كل الأمور اللي حصلت وياخد موقف تجاه ما حدث النادي القالي أصدر بيان بالأمس قال النادي القالي يحرص دائما على إعلاء المصلحة العامة وهنا خلوني أقف عند إعلاء المصلحة العامة عشان للأسف لما بتزيط الزيطة الناس بتنسى الأهل عمل إيه؟ الأهل أول ما بدأت بطولة دورة الأولمبية والتحاد الكرة طلب لعبة الأهل وطلب الشناوي من السن فوق الأولمبي النادي الأهل ما تأخرش والنادي الأهلي وافق أنه يلعب مباريات مؤجلة أثناء الفترة الأولمبية إذكاءاً للمصلحة العامة الأهل لعب ثلاث مباريات بدون خمس لعبة أولمبيين الخمسة أو الستة منهم أربعة أساسيين لغاية وقتها الشناوي أحسن حارس في أفريقيا أكرم توفي طاهر محمد طاهر وصراح محسن وكان معهم بكهم ومعهم نصر مهر في القوة الاحتياطية للفرعة فقد نقطتين مع نادي البنك الأهلي الصعد حديثاً للدورة لأنه قدم المصلحة العامة ووافق أنه يلعب بدون ستة لعيبة عنده محدش تذكرها للنادي الأهلي محدش في التحاد الكرة قال النادي الأهلي ضحها محدش قال إن أنا لما حتكت أجيب لعب واحد من الليفربول زي محمد صلاح قال لك لا ده أنا معرفتش أجيب من صفا محمد من جلاط إسرائي التوركي معرفتش وقال لك أصل الدورة الأولمبية برأ جندة الفيفا فمش من حقك الأهلي ما قالش كده ده الأهلي الدلك الشناوي الحارس الأساسي أفضل حارس في الدورة الأولمبية وفي أفريقيا وما بخالش به تعزيزا للمصلحة العامة اللي البيان بيتكلم عنها اللي محدش عايز يذكرها للنادي الأهلي ولا يوقف عندها ولا حتى يقدرها يجي للتحاد يتكلم بهذا الشكل وإنت شايف إن أنا وقت ما احتاجت أنا ما ممنش النادي ما بيمنش بيقدي دوره الوطني وبيخدم منتخبات بلده بس كمان لا تبخسوا الناس أشياءهم ما تهدرش حق النادي ويكون التعامل بهذا الشكل اللي حتشوفه تفاصيله وكواليسه فقال النادي الأهلي وهو يحرص دائما على إعلاء المصلحة العامة والتعاون مع كافة عناصر المنظومة الرياضية لا سيامة تحاد الكرة ولجانه بما يساعد على نجاح المسابقات ودعم المنتخبات الوطنية حتى وإن وقع عليه الضرر في بعض المباريات وأنا قلت لكم بسبب الأخطاء التحكمية الفجة اللي حتشوفوه فعلا أخطاء فجة والمتكررة للأسف وآخرها ما جرى في مباراة الأهل وطلاع الجيش أمس من جانب حكم اللقاء وحكم الفيديو المساعد التي كشفت أن مثل هذه الأخطاء منذ بداية الموسم لم تكن تقديرية لذا يود النادي التأكيد على النقاط التالية أولا التقدير الكامل للجهد الكبير الذي بذله لعب الأهل وجهازهم الفني والإداري والطبي على مدار الموسمين المتلاحقين أيا كانت هوية بطل الدوري هذا الموسم مش موضوعنا فقد حقق هؤلاء بطولة الدوري للمرة الخمسة على التوالي بصوا الإنجاز وكأس مصر في الموسم الماضي ودوري أبطال أفريقيا موسم 19-20 والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 19-20 والسوبر الأفريقي 19-20 ودوري أبطال أفريقيا بنعيدها تاني بيرجع يكرر إنجازه للموسم التاني 20-20 وكأس العالم للأندية اتأهل لها لكأس العالم للأندية في اليابان اللي حتكون في بداية ديسمبر إن شاء الله ثانيا بيول مجلس إدارة الأهل في بيانه لم نجد تفسيرا لتكرار الأخطاء التحكمية في مباريات الأهل على وجه التحديد التي أفقدت الفريق 15 نقطة في سباق الدوري وهو أمر يطرح تساؤلات عديدة عن سر غياب العدالة عن سر غياب العدالة وهنوقف مع بعض النهاردة ليه سر غياب العدالة وكل واحد بعض ماتسان وبيقول بيان مجلس الإدارة سالسا قمنا بمخاطبة اتحاد الكرة مرات عديدة وحذرنا من تكرار الأخطاء غير المقبولة للحكام التي نسفت مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المتنفسة هقول لك انت خدته وأنا خدته بما يرضي الله وتلقينا وعودا بتطوير منظومة التحكيم ورغم كل هذا ومع استئناف فريق الأهلي مبارياته المحلية عقب الانتهاء من مشاركاته الأفريقية لم نتوقف عند هذه الأخطاء وآثرنا التحمل فوق الطاقة وحرصا على نجاح واستكمال المسابقة وحتى لا يتشتت تفكير لعبينا بمثل هذه الأمور خاصة أنهم يعانون من إجهاد بدني وزهني غير مسبوق ده البيان وشفت رأي الدكتور حسن كمال من اللجنة الأولمبية قال لكم على خطورة العبء الزهني والبدني بشكل غير مسبوق بسبب ضغط المباريات وهو أمر لن نقبل به مرة أخرى أيوة لن نقبل به مرة أخرى تعاوننا وساعدنا وقبلنا وسكتنا وتنازلنا لكن تكون الأمور عند هذا الحد لأنه في مفهوم غلط جدا أنت ليه فاهم أن أنا كنت في فسحة وأنا بشارك في أفريقيا أنت ليه معتبرني أن أنا كنت بقى تفسح في الساحل أروح للجابون وارجع على جنوب أفريقيا وانزل واروح واجي في سفريات متعددة جدا وارجع تقول لي لعب كل 72 ساعة أو 48 ساعة ليه أصلا أجلنا لك أنت أجلت لي وأنا كنت أعمل إيه ألعب بروحين يعني أطلع في الفيلم بدورين ألعب كايزر الشيفز في جنوب أفريقيا وألعب مع المقاولين هنا في يوم واحد فلما تأجلي علشان أنا بقوم بدور كبير في بطولة كبيرة أرجع يكون ده جزائي أو ده عقابي سواء الأهلي أو أي فريق بيشارك بالمناسبة لأن الفوضى دي لازم أن يتحط لها حد ولازم أن يتحط لها حد قاطع في مواعيد ثابتة أي فريق بيشارك في بطولة قرية لو المباراة بره مصر من حقه ياخد قد كده ولو جوه مصر ياخد قد كده في الأيام البينية مش منحة ولا هبة من حد ده لازم أن ينص عليها لأن اللحظة مع الأهلي لا يجب أن يتكرر لا مع الأهلي ولا مع أي فريق مصر بعد كده لو كنا عايزين الفرقة المصرية تكمل بشكل كويس لكن مش عشان فريق يشارك بره يرجع يلاقي سيادتك حتطلو جدول بهذا الشكل لمجرد ما احنا أجلنا لك لا والله ما كنت تقدر متأجلش كمان ألعب بره وجوه فيهم واحد فالمجلس بيقولك هذا لن يتكرر ولن نقبل به مرة أخرى خاصة أن تراكم المباريات على فريق الأهلي كان لداع أهم وهو اللعب باسم مصر في البطولات الدولية والتتويج بألقاب قرية وبيختتم البيان رابعا إذا ما يحدث من غياب للعدالة في مباريات الأهلي فإن النادي ينتظر ينتظر رد التحاد الكرة بشأن استقدام حكام أجانب من التصنيف الأول لمباريات الأهلي في بطولتين السوبر المصري اللي هي مباراة الأهلي مع طلاع الجيش وكاس مصر على أن يتحمل النادي التكاليف كاملة ما عندكش مشكلة وإيجاد حلول قاطعة مع لجنة الحكام والقائمين عليها قبل انطلاق الموسم الجديد للحفاظ على حقوق كل الأطراف بصوا حفاظا على حقوق كل الأطراف الأهلي ما بيطلبش حاجة لنفسه بيقولك أنا عايز حلول قاطعة تحفظ حق العدالة وحقوق تكافؤ الفرص بين كل الأطراف ده البيان الصادر عن مجلس إدارة وما بيقولكش أنا مش هلعب بالحكام المصريين وما بيقولكش عشان الناس اللي راحت في سكة لو ما جبتش حكام أجانب أنا منسحب البيان ما ذكرش أي شيء سوى إنه بينتظر عشان نبقى حرصين على النص بينتظر رد اتحاد الكرة على طلب استخدام حكام أجانب للصوبر والكاس وبيقولك هبعث لك في نفسهم رد برأيك إيه لكن لازم أن يبقى فيه التزام بإنك حكامك يحققه العدل ده يحقد المجلس يطالب إنه يحفظ الحد الأدنى من مبدأ تكافؤ الفرص من كل الفرق قبل ما تجيب الفار الأهلي أول نادي من أيام مجلس المهندس هنا بريدة بعد من سنتين تقريبا أو أكتر وقال لهم أرجو ضرورة الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومة التحكيم والاستعانة بتقنية الحكم الفيديو المساعد أخذنا فترة طويلة جدا على ما جابوا الفار ويريتهم ما جابوه لأن الفار ظهر إنه مبارح الحقيقة كان فيه أزمة كبيرة جدا تفاصيلها وكواليسها بعد الفاصل أهلا بحضر لكم من جديد شفنا الشكل المتواصل وهذا العدد الكبير جدا من المباريات اللي الأهلي أدها والدور في الملعب أقرب للزمالك لأنه حجم النقاط اللي وصل أربع نقاط يخلي المسألة فيها صعوبة أخطاء حصلت ولازم أن نبقى معترفين فيه أخطاء كتيرة حصلت فيه أخطاء حصلت من لعيبة كبيرة مهمة وده طبيعي وده عاد وبيحصل في كل نجوم العالم فيه أخطاء تقديرية من الكوتش فيه تقدير بعض المواقف وده بيحصل مع أعتى وأكبر المدربين في تقدير الموقف التكتيكي أو إجراء التغيير أو افتراض حاجة ما بتحصلش ده كله بيحصل أو كمان أخطاء من التحكيم وده كانت فجة ومؤثرة جدا وهنشوفها مع كل الظروف ديات انت فقدت نقاط كان ممكن ما تفقدهاش كان ممكن جدا ما تفقدهاش لكن هي دي الكرة بس عايز أقول حاجة للجماهير اللي الناس بتحاول تأثر على مشاعرها تجاه فرقيتها خدوا بالكم الناس اللي فهم أنه فقدان الأهل اللي بطول الدوري معناها حاجة بالنسبة لأي حد منافس ما بيقراش التاريخ الأهل اللي لما بيخسر الدوري كل واحد ياخد باله من نفسه ده تاريخ المسابقة إذا الأهل فقد الدوري بعد الموسم اللي بيفقد فيه شوفوا إيه اللي بيحصل شوفوا الأهل بيقدر يشحن قدراته إزاي بدعم صفوفه إزاي بيستجمع قدرته إزاي وبيعمل إيه بعد كده والتاريخ موجود شوفوا من التمانينات في السبعينات الأهل يخسر الدوري موسم 73-74 تقريبا اللي غزل المحل خده يعمل جيل التلامزة يكسر به الدنيا يكسر الدنيا بيجيبه ديكوت الماجري يعمل الجيل العبقار الزهبي في تاريخ النادي اللي أسهم بشكل كبير في استعادة وتنمية شعبية النادي الأهلي في التمانينات لما بيخسروا البطولة الأهلي بالضبط هقول لكم 87-88 كسبها الزمالك بعدها الأهلي خسر 3 بطولات بعدها الأهلي ينطلق ابتداء من 93-94 ستوب يعمل سبع دوري بقول لكم لما الأهلي يخسر الدوري كل واحد ياخد باله من نفسه بعدها لأنه مش هيبه زي القطر مش هيقف في محطات مش هيكتفي الموسم بتاعه بيعوضه بسبعة كل مرة الأهلي يخسر الدوري موسم يعوضه بسبعة موسم متتالية وعينه على الرقم القياس التاريخي بتاعه اللي هو تسع مرات متتالية في بداية المسابقة لكن في كل مرة حتى في موسم 2003-2004 نص الموسم اللي جي منو الجزيه وقدر يعالج بعض القصور اللي كان بعد التوني أوليفيرا بعدها إلا حصل أنا قلتلكم في السبعينات تجربة هيديكوتي بعد بطولة المحلة ما خدها 73 شوفوا بعدها الأهلي انطلق بجيل التلامزة شوفوا في التمانينات لما انطلق وخد الدوري 3 سنين يبدأ بعدها 3 مرات تضيع في بداية التسعينات يبدأ 93-94 اوعى والشك سبع بطولات متتالية يحصل ضرب زمالك ياخده مرة الإسماعيل ياخده مرة يرجع الأهلي يعوض كل اللي حصل ده برضو في سبع مواسم في سبع مواسم فيفوز في الفترة الزهبية مع منوال جوزيه 2004-2005 ويروح على أفريقيا بقى تعالي يا حلم تعالي على أفريقيا يعمل كل ألقابه القرية بأرقام قياسية الآلي لما خسر الدوري مرة المسلم اللي بعديها كسب الدوري قبل نهايته بقى سبع مواسم سبع أسابيع متخيلين حجم الإنجاز قبلها بسبع أسابيع يعني تقريبا بيسيب لهم تلت المسابعة مش لزماني ليه؟ لأنه خسر مرة فبقى قادر على التعويض باستكمال قوة قوية جدا بتدعمات قوية جدا بروح قوية جدا بإعادة شحن بطارياته بالقوة دي ويحق كل الألقاب الأفريقية دي فكرة الآلي مع بطولة الدوري عشان كده لما يكون واخدها اتنين واربعين مرة اتنين واربعين مرة بقولك حاصل جمع ضعف كل الأندية مجتمع الأندية الشقيقة المحترمة بس هو ده الأهلي وهي دي فكرة البطولة وهي دي علاقته بالدوري إنما نرجع دلوقتي لهذا العدد الضخم جدا من ال والأهلي على فكرة ارجع كده بالتاريخ الأهلي لا يفقد الدوري في ظروف طبيعية لو الظروف طبيعية والمسائل متساوية ما بيفقدش الدوري عنده شخصية بطولة عنده نفس طويل عنده قطع غيار كافية عنده ثقافة الدوري عنده ثقافة الدوري يعرف يتعامل مع بطولات النفس الطويل 2014-2015 شفنا اللي حصل في العدالة التحكمية في هذا الموسم غير المسبوخ في تاريخ المسابعة وأعتقد تتذكروا إن في الموسم ده كان ملك وكتابة غيب غيب ملك وكتابة في الموسم ده ما طلعناش خالص لكن لما طلعنا عملنا لكم وراجع وقالنا لكم لما كنا أجازة حصل إيه واستعرضنا موسم 2014-2015 بالصوت والصورة كانت نتيجة إنه الزمالك اللي فاز بالبطولة استفاد بستة نقاط وقال إيه لا ستة نقاط مش كتيرة خد البطولة بس إيه تاني الأهلي أفقدوها 14 نقطة بأخطاء تحكمية 14 نقطة في موسم 2014-2015 كانت كفيلة بإنه الأهلي يخسر هذه البطولة في موسم 2014-2015 فالأهلي الأهلي لا يخسر بطولة الدوري في الظروف الطبيعية الدين الحد الأدنى من العدالة وسبني هتلاقي دايماً وأبداً زي المقولة اللي تقريباً مكتوبة على الوجدان الشعبي الأهلي بطل الدوري لكن اللي حصل السنة دي مش بس مشاكل تحكمية جداول مضغوطة بشكل غير مسبوق فترات زمنية أعتقد مفيش فريق السنة دي لعب بمسافات بينية في مباريات كل 72 أو كل 48 ساعة قد النادي الأهلي وعشان نستوثق أكتر بإحصاءات دقيقة معنا على الهاتف واحد من الموثقين المهمين جداً عبر السوشيال ميديا الزميل عامر العمير عامر مساء الخير مساء نور الزاقس في الزبريم الله يخليك عامر أنت مهتم جداً بهذا الجانب الإحصائي قل لي الأهلي أكتر فريق لعب في مدد قصيرة كل 72 أو كل 48 ساعة الأهلي السنة دي لعب 14 مرة فاصل يومين 14 مرة فاصل يومين فاصل يومين اللي بعدين برمز لعب 9 مرات برمز 9 مرات فاصل يومين والزمالك 7 مرات والزمالك 7 مرات بس الأهلي برد ما فيش تكافه وفرص فاصل بقى 3 أيام الأهلي لعب 11 مرة يعني في فاصل خلينا الأول في فاصل 48 ساعة لأن ده فاصل غير أدمي ده الفاصل اللي ما بتقدرش تلحق تعمل أي حاجة 48 ساعة كل يومين مباراة الأهلي لعب 14 مباراة جماعة الزمالك لعب 7 النص بالنص والناس بتتكلم على التكافه وفرص لا وفي حاجة تانية تمام في الفاصل ده اللي احنا اللي عدنا آه ست مرات فاصل يومين آه متتالي من 21 ابريل مع صموحة 24 مع امبي 27 مع المصري 30 مع الجونا 3 مايو مع غزل المحلة 6 مايو مع الاتحاد اللي هو تاك 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 ورا بعض 6 متشار 6 في 12 يوم 6 في 12 يوم ما حدش لعب اقصى طريق لعب متتالي تمام آه لعب متتالي مباراتين واربعة دي كان ان آه عبد الزمالك مباراة الماولين 29 اربعة واتنين خمسة ده فاصل يومين واربعة آه ورجع عملها تاني فاصل يومين 27 خمسة وثلاثين خمسة آه ده بالنسبة لزمالك ده رمز لعب فاصل يومين مرتين متتالي مع البنك الاهلي 8 يناير و11 يناير ورجع قررها مرة تاني مع مصر المقاصة 14 ابريل و17 ابريل الاهلي فريق الوحيد للعب ست مباريات متصلة في 12 يوم في 12 يوم واربعتاشر مباراة في اجمالي فاصل 48 ساعة تمام ده في الزمالي وده كمان عمر على المستوى المحلي فقط انا بتكلم على فريق راجع من افريقيا ومغير سيكولوجيت المشاركات لا ده كمان مش كده واسد ابريل لا ده انا متصل الاحصالية دي افريقيا مع دوري ده يعني ايه حتلا الاحصالية اللي لايه 49 مباراة منهم دوري وكاس وكاس عالم كل ده في الاحصالية يعني انا متش فاصل يوند انا كنت قابليت زمالك طيب فاصل 3 ايام طيب خليني خليني دلوقتي خليني دلوقتي خليني دلوقتي في الفاصل الثاني اللي هو 3 يعني كل 48 ساعة انا اضعف الزمالك انا 14 مباراة والزمالك 7 وبرمز 9 تمام في فاصل الثلاثة ايام انا 11 الاحصالية 11 ومين الزمالك 10 برمز 8 18 فاصل اربح ايام انا والزمالك متسوى 11 بمرة واحنا مطلعين الجدولة ها طيب حتى في الثلاثة ايام الاحصالية الاكتر اا اكتر من زمالك بمرة ومتسوين معهم في فاصل اا اربح ايام في الرحاق بقى الزمالك اكتر فريق خد رحاق في الدوري خد 39 يوم راحة بدل لعب نهائي ازا مالك في الراحة اخد كم؟ اكتر فريق حصل على راحة اكتر فريق في الدوري خد راحة متصل 39 يوم ودي كانت من 28 يونيو من مطلع مطلع مقصة لغاية مطلع غزل المحلة ترعى اغسطس فريق بينهم راحة 40 يوم بس الراحة الفائلة 39 يعني المباراة لمباراة 40 يوم اللي هي من مطلع مقصة في كاسماس في الدوري لمباراة غزل المحلة العودة اللي هي كانت في الدوري طب اقصى راحة للاهلي اقصى راحة للاهلي كانت في اجندة دولية ترعى اجندة مارس اه قلت اقصى راحة للنادي الاهلي كانت 17 يوم و21 يوم في اجندة يونيو دي خلال الاجندة يعني انت راحتك خلال اجندة دولية اللي هو كل الاندية واخدها الزمالك خد راحة فاصل 17 يوم مرتين برامة خدها مرة اه اللي هي الزمالك خدها في اجندة مارس ويونيو 17 يوم برامة خد فاصل 22 راحة كل في اجندة يونيو و17 يوم في اجندة مارس زايد الاهلي اقال لي فرق لعب فاصل 19 و 10 تيام الاهلي ملعبش ولا ماتش الزمالك لعب ماتش فاصل 10 تيام وبرامز لعب ماتش فاصل 9 تيام يعني لعب ماتش وريع 9 تيام الزمالك لعب ماتش وريع 10 تيام والاهلي مجربش الحاجة الحلوة دي خالص ايه والاهلي مجربش الحاجة دي خالص لا 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 مجربش دي ولا 39 يوم برضو مجربهاش ولا الاثنين وعشرين يوم وبيتكلموا على تكافؤ الفرص طيب عامر انا شفت ليك تساؤل في حال تعارض الموعيد في الموعيد المباريات المحلية مع الاجندة القرية او دور الابطال هل يملك اي نادي مشارك في بطولة قرية انه ما يشاركشي او يعترض على جدول دي لايشة دور الابطال معترف بيها الاتحاد المحلي ولا يستطيع رفض ذلك او يحط مباراة الاتحاد 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 يقول لك في حالة تعارض حتى مش ماتش في الدور انت لو مباراة اقليمية مثلا في بطولة عربية او معترف بيها تعارضت مع بطولة رسمية للكاف الاولوية لبطولة الكاف اه ده على مستوى المنتخبات والانديات على اساس ان الاتحاد الوطني ملتزم بدا ملتزم ومكردة في لايشة النظام الاساسي وفي لايشة المسابقات بتاعت الاتحاد المحلي في لايشة المسابقات الاساسية انت معترف بذلك اه اه اوية للاجندة الافريقية طيب قل لي رقم دقيق ان الاهلي من اغسطس لاغسطس الاكثر مشاركة في المباريات 73 مباراة تمام الموسم اللي فات من كورونا احنا رجعنا لعبنا امبي كانت المباراة يوم 9 اغسطس 2020 اه تمام اه لعبنا دوري اه امتشر مباراة مه ولعبنا في بطولة الكاف اربع مباريات مع الترسانة وبقير والاتحاد وطناع الجيش ولعبنا تلاتة في دوري الافطال كان الوداة زي ابو عودة والزمال في نهاية مه ده الموسم اللي فات اربع وعشرين مباراة زائد الموسم ده الاحصائية مع حضرتك المباراة كلها تسعة واربعين مباراة مه اللي هي بدأت تلاتاشر ديسمبر وامتهد سبعتاشر اه اغسطس لعبنا تسعة واربعين مباراة فكده تلاتة وسبعين مباراة علما بقى للاهل خد راحة بين الموسمين سبع ايام فقط احنا خلطنا الموسم اللي فات نهاية الكاس يوم خمسة ديسمبر ريحنا سبع تيام ولعبنا اول مطفل الدوري مع المقص يوم تلاتاشر الزمالك خد صاصر راحة بين الموسمين عشر تيام اللي هو تلعم الكاس جيش يوم واحد ديسمبر ورجع اتناشر براميز خد فترة راحة سلبية كبيرة جدا خد واحد واربعين يوم راحة سلبية عشان هو كانت طلع من الكاس اخر مباراة لتلما اولين واحد وتلاتين اكتوبر سبع راحة تلاتين رجع الدوري اتناشر ديسمبر واحد واربعين يوم راحة سلبية فبراميز عمل فترة اعداد للناس برضو بطول الضغف زي الاهلي ده مريح واحد واربعين يوم قبل بداية الموسم لعبة خدت راحة سلبية وعمل فترة اعداد اه والاهلي لسه الاهلي لسه بإذن الله لو صعب نهايكاس هيلعب تمام مباراة مع خضرتك هنبقى واحد وتمانين مباراة اللي فاضل اربع مباراة في الكاس لو صعبت الهائي تلاتة دوري واحدة سوبر افريكي يعني تينه شهر اغسطس واحد وتمانين مباراة بالاضافة لعبة المنتخب القوم السولية ولعبة الاهلي اللي في المنتخب لعبة السنة دي من اغسطس لدلوقتي فوق الاربعتاشر مباراة يعني اللعبة دي هتقفل السنة بتاعيها التلاتاشر سهر لستمبر هتقفلها بستة وتسعين مباراة مفيش حد في العالم بيعمل كده اقصى نادي لعب في نادي بيلعب مع منتخبات ما بيوصلش لخمسة وستين مباراة سبعين مباراة نوصل لستة وتسعين دي المحرقة بقى دي المحرقة بجد يعني ايه؟ دي المحرقة بجد اه؟ هتقفل لخمسة وتسعين مباراة مم لا دولي ما عنادي انت النادي اخر اغسطس لو وصلت نهاية كاسة تبا احد وتمانين مباراة مم من اغسطس اللي فات لستمبر الجاي مطشين في التسويق كاس عالم هيبقى المنتخب لعب في حدود من اثناشر لاربعتاشر مباراة هنقولي اللي لعبت الاهلي لعبة عشرة بس منهم مش كل المباراة هيبقى اللي لعب مثلا السولية هيبقى في حدود لعب تسعين مباراة مثلا اه الشناوي هيبقى لعب تسعين مثلا مين في العالم بيلعب القادر ده بالاضافة للشناوي لعب تلف اربع مباراة في كاس في الاولمبيات فتضيفهم هيبقى وصل خمسة وتسعين مباراة وانا عند المان سيتي واحد وستين مباراة في السيزن وتشيلس تسعة وخمسين وليه تلموسم القادمة استاذ ابراهيم اه 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 اتحاد الكورة عاوز يبدأه في اكتوبر انت هيبقى في اجندة دولية من اربعة لاثناشر اكتوبر اه منتخب هاي خمسة عشر انت عندك ماتش اذا هاي دور اتنين وثلاثين من تبعتاشر لاثنين وعشرين العودة عاوز يبدأ دوري هيلعبك نومبر في اجندة وهتلعب في افريقيا وكاس عرب والاهلي عنده كاس عالم اندية وكاس امم في يناير وفبراير ثم دوري من مجموعات في فبراير في ثلاث ماتشات وفي مارس ماتشين وتفسيات كاس عالم جولة فاصلة ماتشين وابريل اه ثلاث ماتشات افريقيا ومايو فداخل الموسم الجديد موسم انتحار يعني انت كما مش هتبواخد روحها وهتبواصلت الموسم الثالث عالتوالي هتعمل فيه فوق 45 مباراة على دول ده لو ايه الاندية ما كملتش يعني للاخر دوري مش رقب مايو هتبواصل 45 وما لعبتش عشر ماتشات في الدوري طيب بجانب المشكلة البدنية الحياة مفزعة جدا بارقامها يا عامر قول لي من ناحية اولا الاهلي في جدول المسابعة حتى الان الاكثر تسجيلة للأهداف مش كده تماما الاهلي اعلى تسجيل للأهداف يعني اكتر يعني اكتر فريق بيهاجم يعني اكتر فريق بيصنع مواقف هجومية مش كده ده المنطقي ده المنطقي عدد ضربات الجزاء اللي احتسبت لهذا الفريق الاكثر هجوما ايه سبع ضربات جزاء احراض نفسه ده يعني واحدة سبع ضربات جزاء للنادي الاهلي طيب اكثر فريق حصل المصري كالستاشر يالي الزمالي خمستاشر اه الجدول بتاع ضربات الجزاء هتلاقي حضرتك المصري ستاشر الزمالي خمستاشر سيراميكا تلاتاشر المقصة حداشر جونة وديدجلة وطلائع الجيش والبنك الاهلي عشرة غزل محلة واسموحة واسمعيلي تسعة انبيو برمزة لهم تمانية اهلي ومقاولين واسوان سبعة انتاج ستة والتحت تلاتة مية تمانية وستين رقل الجزاء اكتر فريق جاب اهداف اتحسب له سبع برابات جزاء يعني النسبة بتاعتها استنى يا سوداء مقاولية اتحسبت للأهلي اه اربعة من مية اه يعني ما حصلناش خمسة من مية يعني واحد اهلي من واحد على عشرين طيب ايه تفسيرك بانه الفريق الاكثر صناعة للمواقف الهجومية والاكثر تسجيلة للأهداف هو الاقل حصولا على ضربات جزاء الاهلي في المركز الاربعتاشر ده مقاول ده حضرتك الاربعتاشر والخمتاشر والستاشر زي الاهلي ده كده في ضربات الجزاء الاهلي هيهفت الاهلي كده اه مع اتحاد الاخير والانتاج والاهلي شي غير معقول شي غير معقول بجد يعني يعني ايه الحكام يعني لو اعتبرنا انه انك انت الزمالك والمصري يعني المصري الاكثر حصولا على ضربات الجزاء اتحسب له 16 الزمالك اتحسب له 15 ده سيراميكا كلوبطر يا راجل 13 والمقص 11 والجونة 10 ووادي دجلة 10 والجيش 10 والبنك الاهلي 10 الاهلي 7 ضربات جزاء يعني ده اللي هان عليهم وفيه ضربات ما اتحسبتش طيب ده موسم الفار بقى استاذ عامر قل لي تمام حكام الفار الساني دي يعني على اي اساس ظهر حكام الفار ومحمود باسيوني حكم الفار مبارح موقفه ايه بالظبط هو حكام الفار اللي حكمه ويغاية دلوقتي انت عندك حكم فار دولي تلت حكام طريق مجدي ومحمود عشور ومحمود أبو الرجال محكمش ولا مطش وهو حكم دولي عندك بقى اكتر حكام حكم نادر امر الدولة اه اللي كابتن وجيه قال محوش الرخصة ده اكتر حكم حكم مطشات هو محمود الدسوقي اللي لغى جنين للاهلي في مطش المقصة في الدوري الاول اه والفرحان تسعتاشر مطش دول اكتر تلت حكام حكم وغار نادر امر دولة تسعتاشر اه اه هتلاقي يليهم والفرحان ومصطفى متحت اه مصطفى متحت ومحمد عباس قبيلي اللي حصل ضربة الجزاء بتاعت الزمالك اللي كان يتساول اللي هي في الوقت بدل بالبايع امام المطري اه ده حاكم 18 مطش محمود دسيوني حاكم 15 محمود دسيوني 15 مباراة ام وابراهيم نور الدين ابراهيم نور الدين قعد في غرفة الفرح تلت مرات فقط مين ابراهيم نور الدين وامين عمر تلت مرات ام طيب الدولي بقى محمود عشوري اللي هو مصطفى الدولة دولي بار سبع مطشاط اه وطريق مجدد دولي بار عشر مطشاط مفروض دول هم اكتر حكامي بيحكموا 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 الساحة انت حكم دولي بار طب قاعد كحكم اه في غرفة البار دول اه عشرة والتاني اه سبع مباراة هو هو كمان الرقم التاني الملفت يا استاذ عامر انه ابراهيم نور الدين مبارح هو شايف الكرة بتاعت اه اجيه وما بيحسبهاش هو اكتر حكم حسب ضربات جزاة في الدوري يعني هو شخصيته راحة للبنالتي لكن مع الاهلي لا ابراهيم نور الدين حكم سبع تمنتاشر ضربة جزاة او حكم سبع تاشر مباراة سبع تاشر دار اه اه حسب سبع تاشر بنالتي في تمنتاشر مباراة يعني تقريبا بنالتي في كل مباراة معدل مباراة اخير او كان لاشي معدل بنالتي كل مباراة معدل اخير مباراة مع الاهلي تخلى عن نفسه اه شايفين ابراهيم نور الدين يا جماعة في سبع تاشر مباراة حسب سبع تاشر ضربة جزاة اول محكم ماتش الاهلي التمنتاشر ما حسبهاش شي برضو ملحوظ ملحوظ جدا لانه حتى كمان محمود باسيوني لما حكم سفارة لعب اتناشر مباراة حسب حداشر ضربة جزاة يعني هو رقر شخصيته ماشى معا احتساب ضربات الجزاة اه استاذ عامر انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الاحصائيات اللي لها دلالة كبيرة شكرا جزيلا للزميل عامر العميرة واحد الحياة من الشبان الموثقين حتى المهندس عدل القاية قالك ده المنقب الرياضي لانه عايز تدور على المغفية في الوسائق في الاحصائيات في غيره تلاقي الرجل عنده هذا الوعي وهذه اليقظة في الاحصائيات دايما فشكرا جزيلا يا عامر لكن شفتوا حضراتكم بعض الارقام اللي قالها حتى فيما يخص الراحة ما يخص الراحة يا جماعة بين المواسم الزمالك اخذ اربعين يوم اربعين يوم فترة الراحة اللي اخذها اثناء الموسم الاهلي كل اللي اخذهم سبعتاشر يوم خلال اجندة دولية وشفنا النادي الاهلي في الجدول غير الادمي انه يلعب كل تمانية واربعين ساعة يعني اللعيبة ما بتلحقش تروح كل تمانية واربعين ساعة الاهلي يكون الاكثر مشاركة يلعب اربع عشر مباراة بفاصل يومين منهم ست مباراة متصلة يعني في 12 يوم ولما تسمع كلام الدكتور حسن كمال وخطوره ده على النواحي العضلية والنفسية والزهنية للعب تعرفوا قد ايه اللعيبة دي كانت في محرقة بجد وقد ايه كان هذا التحامل لانه انا موافق انه عندنا ظروف قهرية وخرجين من عاية وظروف الجائحة كل ده انا موافق عليه بس اعدلوا يا رجل اعدل خلي الجدول ده على الجميع ما تشايلهوش لفرقة والباقي لأ ما لعبش انا 14 مباراة بفاصل كل يومين والمنافس المباشر ليا يلعب 7 مباريات فقط بفاصل يومين ولما تيجي تتكلم اصلا الاهل اتأجله اتأجله عشان كان في افريقيا ما كانش في الساحل والله كان بيلعب في افريقيا وبيطوف القرة علشان يسعد جمهوره ويمسل بلده كويس ويحقى بطولات فيكون النتيجة انه الاهل يلعب 14 مباراة بفاصل يومين ويلعب اكبر عدد من المباريات 11 مباراة بفاصل 3 ايام 11 مباراة بفاصل 3 ايام و14 مباراة بفاصل يومين وبعد كده تسمع كلام اصلا لعيبة تعبانة اصلا لازم ان يغير اصلا لازم وتشايلها البيتش مسماني وتبدأ تسمع كل الانتقادات الاخطاء دي موجودة محدش يقدر يقول مفيش اخطاء بس ايه اسباب هزي الاخطاء ايه اللي خلى الاخطاء دي تحصل هل بنتكلم على مكان وآلات ولا بنتكلم على بشر بشر عملوا خمس بطولات في سنة في ثمان شهور عملوا خمس بطولات ما حصلتش على مستوى العالم لعبه عدد مباريات من اغسطس لا اغسطس ما حصلش على مستوى العالم انه في حد لعب 73 مباراة في اه سنة بالضبط من اغسطس لا اغسطس وعمل خمس بطولات ما حصلتش لكل دول العالم او كل انديت العالم حتى اللي شاركت معاه في بطولة العالم لكن ده كان حال الدوري وده حال ظروفه هنطلع لفاصل وبعد الفاصل زي ما قلتلكم كواليس اللي حصل في مباراة طلاع الجيش لكن هناك كلام كثير ب بعضمة لسانه حتى لا نتهم بإثارة الاحتقاء او حتى لا نثير الاحتقام لان دي الكلمة الجهزة عشان كده ما يخص الاهلي من اراء او حقوق نراها تحكمية مش هيكون رأينا رأينا في قناة الاهلي فيما يخص القرارات التحكمية هو رأي بالتأكيد مجروح مجروح ولن نستعين برأي لخبير التحكم في القناة كابت النصر عباس لانه من الطبيعي جدا انه الرأي يبقى مجروح او على الاقل لدى البعض مش موضوعي ربما عشان كده هنروح لقنوات اخرى زميلة وهنروح لخبراء تحكيم اخرين بيشوفوا الاخطاء التحكمية اللي حصلت مع الناد الاهي اكترها واهمها اثارة للجدل كان في مباراة الاهل وطلع الجيش وعايز اقول لكم اللي حصل كابتن محمود باسيوني حكم فار ودي رواية لشهود عيان الناس في عربية التلفزيون طبعا متداول على السوشيال ميديا وفي كل الصفحات والمواقع تسريب صوتي اكيد حضراتكم او فيه كتير منكم شافوه او سمعوه بيكشف ان الناس اللي قاعدة في عربية التلفزيون بتتكلم على انه الكرة بتتعادى هي جونة هي دي جونة هي لما استدعي او عرضوها للكابتن محمود باسيوني حكم الفار شهود العيان قالك الرجل كان بيتفرج وهو بمنطل عصبية ومش عايز يحتقسيبها خلاص 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 ما عدتش ما عدتش ما عدتش وهو خارج في الممر بين الشوتين فيه اربعة خمسة من اعضاء النادي الاهلي اللي مسجل اسمعهم في كشف الحضور ومعهم احد الزملاء من القناة كانوا على الصور فشافوا الكابتن محمود باسيوني خارج رايع على قط الفار يبدو انه كان راح لكابتن ابراهيم نوردين بين الشوتين لانه الكرة كانت مصيرة للجدل والحالة العصبية اللي هو راجح بيها كشفت او كشف عنها كلامه مع اعضاء النادي الاهلي اللي واحد منهم بيقوله يا كابتن حرام عليك دي الكرة عدت الخط الرجل الحكم يعلن عن موقفه وعن عقدته وعن اتجاهه ويرد بعصبية هو انتوا عايزين كل حاجة تتحسبلكم هو انتوا عايزين كل حاجة تتحسبلكم بصوا الموقف وبيتكلم بمنطقة العصبية فاحد الزملاء الفنيين في القناة قال له يا كابتن حرام عليك ده مصر كلها شافت الكرة عدت الخط قال له يا سيدي خلاص خلي مصر كلها تحسبها لكم وبيضحك باستهانة واستخفاف دي رواية لشو دعيان انا بتحفظ على اسمائهم لكن موجودة بس كمان اللي بيأكد ده ايه الكرة لأي حد عنده ادنى قدر من العقل والمنطق هيحسبها عدة مية في المية ليه الكرة يا جماعة اللاعب اللي انقذوا الكرة رجله اليمين على الخط رجله اليمين الثابت على الخط مد رجله الشمال تطلع الكرة قلولي اي حد عنده بتعريف عقل ازاي ما يحتسبش انه الرجل الشمال اللي اتحركت تطلع الكرة اليمين مرتكز على الخط المرمى يبقى الشمال راحت فين تجاوزت بمراحل تجاوزت الخط يعني الكرة جوة قوي لو سبتت وانتو شفتو رجل اسلام اسلام جمال رجله السابتة على خط المرمى الشمال هتروح فين انا بثبت رجل اليمين وبمد رجل الشمال قدامي ازا كانت اليمين مع وضوع على الخط الشمال هتروح فين يعني ده الحاكم عشان يشوف دي دي اخطاء بديهية دي وقاعة بديهية اول ما شفتها هحسب على طول ان انت انت عديت اليمين على الخط هي شايفيني اليمين فين طب هو لما تبقى اليمين على خط المرمى الشمال هتتمد تروح فين هترجع وراه يعني ده الف بقى منطق والف بقى عقل والف بقى اي حاجة عشان كده الرجل رد على الناس اللي سألوه بعصبية ويتفرج عليها في 17 ثانية انت متحيلين ان خطأ زي ده في كرة دخلت المرمى يتفرج عليها في 17 ثانية والكابتن ابراهيم نور الدين عشان يبرق نفسه يقولك بسيوني قال لي في السماعة العب يلعب مفيش حاجة العب يلعب مفيش حاجة العب يلعب مفيش حاجة زي ده منطق وعقل يا راجل ده بقولك اللاعب رجل اليمين على الخط بلاش رأينا الناس كلها بقى اللي عمل الابعاد السلسية والابعاد الخماسية والابعاد المقطعية وحاجات كتيرة قوي هندسية سمعنا عنها لإثبات الواقعة او بيانها الكابتن عاد العقل واحد من المحللين التحكميين اللي في اليوم السابع برضو تعرض لهذه الواقعة ما انا بقولكو في الاراء الجازمة بره ولا جوه احسبوا رأينا مش موجود هنروح للكابتن عاد العقل المحلل التحكمي في اليوم السابع ونشوفه آل هاي ديها 41 سدد ياسر إبراهيم قورة برأسه وقورة عبرت خط المرمى بالفعل لما رجعنا للأعادات وعملنا لها الهوتوكيات والابعاد الهندسية لأن القورة عبرت خط المرمى تقريبا بحوالي 20 سنتي 25 سنتي تمام وبالتالي كان يجب على على سنائي الظار اللي موجودين في الكابينة محمود بسيوني حسن سلطان انهم اتدخلوا وانا اعتقد انها برضو كان المساعدة يعني هاني عبدالفتاح كان عنده فرصة كبيرة ان هو يقول ان القورة عبرت خط المرمى ولكن طبعا الغريب انه ما حصلش تدخل الغريب انه ما حصلش تدخل الغريب زي ما الكابتن عاد العقل بيقول وبالمناسبة لجنبه الزميل العزيز عمر الايوبي مدير التحرير للقسم الرياضي في اليوم السابع هو رجل كان مشرف على برنامج زي ملكاوي يعني هو الرجل مش اهلاوي ومع هذا الرأي واضح جدا حتى هو بيسأله ايه كابتن قال له لا الكرة عادته واضحة وهو مستغرب الكابتن عاد العقل ازاي كل دول ما استوقفتهمش ديت ازاي ما استدعهوش انا حبيت اسأل هو الحكم يستنى الحكم الفار يلفت نظر ولا هو ممكن يطلب سألت اكتر من خبير تحكيمي قال لي لا الوقاع الاربعة المحادسة مشتركة بمعنى انه الحكم يقدر يقول له شيك العدد يقول لي شوف لي دي ايه وبلغني بسرعة مدام هو مش شايفها او مش متأكد منها يقدر يقول له على اي حاجة من الاخطاء الاربعة في البروتوكول الطرد الهدف ضربة الجزاء اللعب المستحق للعقاب انا كحاكم اديت انظار للعب سين بس الفار شايف انه لا اللي ياخد الانظار صاد لانه صاد هو اللي ضرب مش سين فيصحح له هوية اللعب المعاقب او الكرة جون او مش جون او فيه بنالتي او مش بنالتي او اللعب ده يطرد الارتكابه خطأ دي الاخطاء الاربعة ابراهيم نور الدين بس يوني بيورطك ومش عايز يقولك انت ليه ما طلبتش ان انت تعمل مراجع عليها عشان الكابتن عادل عالي يقولك انا مستغرب هو ليه ما اصرش على موقفه يا كابتن ابراهيم ده انت اكتر حكم احتسبت ضربات جزاء في المسابقة ده انت حكمت 17 مباراة لغاية انبارة حسب 17 بنالتي يعني بنالتي في كل مباراة جات عندي دي ووقفت ده منطقي طب ده رأيي الكابتن عادل عقل وشفته اثباته للموقف الكابتن رضل بلتاج بكل خبراته كرئيس سابق بقى لجنة الحكام رأيه ايف اللي حصل اللي انا شفه وفقا تصير واللي انا شفه بحساتي لكن انا عهمنا عندي واقف قدام حاجة ان المداخل اللي بطلع كرة نفسه كانت احدى قدميه تقريبا على الخط انا بحلل ايه بتحلل ما تراه قدامك رجل تاني مفهودة داخل المرمى دي لي احتفن دي اقرب الهدف بس دي لها مدرغوله لكن انا شايف ان القدم المتنية على الخط المرمى على الخط تمام القدم الاخرى بكامل انفدادها داخل المرمى بالتحليل نقول القرآن اقرب الهدف بالتحليل والمنطق الرجل المتنية السابتة على خط المرمى التانية مفروضة على استقامتها جوه الشبكة يا كابتن ابراهيم او يا كابتن باسيوني الحقيقة لانه بتاعه هو كل حاجة عايزينها تتحسب لكو او كل حاجة حق تتحسب لنا انت مش هتبقشش على الاهلي انت فيه خطأ تحفظه تديه سواء للاهلي او لطلاع الجيش او لأي حد انت مش هتدي حاجة من عندك انت بتحفظ مهمتك حفظ العدالة بين الفرقة المتنفسة مش اكتر لا انت بتجب على الاهلي ولا انت هتخدم على الفريده او على ده انت بتحفظ مقاومات العدالة بين الاطراف اللي في الملعب مسئوليتك حماية القانون وانفاذه مش مسئوليتك التعامل بكل هذه العصبية ورفض حتى ان انت تشوفها او تقول الحكم اللي يتحمل المسئولية طبعا هو في النهاية سيد الملعب او هكذا يجب ان يكون المسألة اي لعيب كورة مش حكم حتى كابتن شوبير لما شافها الرأي ووفقا لمنطق الرجل السابتة على الخط يبقى التانية فين لكابتن شوبير مع كل احترامي للسري دي يعني نحسبها كده شوية الرجل السابتة الإسلام جمال على خط المرمى بالزبط الرجل السابتة الإسلام جمال على خط المرمى بالزبط الرجل دي المسافة دي اللي قدام حضراتكو دي المسافة دي كده بتاعت قيمة مسافة الرجل بتاعت إسلام جمال من 60 إلى 70 سنطي من 60 إلى 70 سنطي لأنه دي سابقة خلاص الرجل اللي على الأرض واضحة لو رجلي مش متنية كنت ممكن تبقى صعب ان انت تبضل تحللها وتقولها فادي رجل على الخط ورجل جوه بمساحة بمسافة كويس اللي يشوف اكتر هو الفار هو كان الفار هنا كابتن محمود باسيوني يقول لكابتن ابراهيم نور الدين الكرة دي هدف يعني هنا كانت مسئولية الفار لانه في الملعب خلاص لا ده ادى ولا ده ادى لكن بحس لعيب الكرة انا بقولك انا بحس لعيب الكرة بسنس لعيب الكرة لا الكرة عبرت الخط وكانت هدف ده بحس لعيب الكرة زي ما كابتن شور بيقول اللي يا كابتن وجيه ما كانتش مختارة محتاجة حاجة محتاجة ان الرجل اللي انت بقعده في الفار ده فعلا يكون حريص على اقرار العدالة بين الفرق حريص ان يده كل فريق حقه مش انه هو يتعامل بالطريقة دي ابدا وانتوا عايزين كل حاجة تتحسب لكو لا عايزين كل حاجة صحة تتحسب لنا وكل حاجة صحة وحق تتحسب لأي فريق مش بالطريقة دي ابدا كرة انت بتحكم فيها في 17 ثانية في 17 ثانية شفتها وحسمتها ومش عايز تتفرج والناس اللي حوالين منك خلاص 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 ايه ده الرجل اللي طلع على الكرة يا رجل الرجل اللي انقذها نفسه مش عارف هي برا ولا جوه اسلم جمال بنفسه نسمعه طب انت اتصلت بقى انت يا رجل بتنتمي الناج الزمالك والعبتة ناج الزمالك اتصلت بشي كمالك وبركتله بعد الماتش والله يا كابتن انا لغاية دلوقتي ما الصراحة يعني معارف همشك تليفوني خالص والناس اتصل بيا ها يعني السلم وتتصل بيك تبارك لك على ايه على التعدل ولا تبارك لك على فوز الزمالك ولا ايه لا على فوز يعني الدوري قرب لذزة كبيرة يعني الناج الزمالك اه اه الحمد لله ممكن يكون انا شبب من اشباب طيب كرة الناج اللي لعدة الخطة ولا معدتش اسلام والله يا كابتن مجد والله كمان مرة انا ساعتها مش عارف انا رجلية جوه لبرك واسلام انت انت ما شوفيش اه عشان عشان دي شادة دم ربنا يعني حرام الله العظيم انا ما شوفتاش شعلا بجانب لا التصوير اللي هي تصورت منه والزاوية دي اه اللي شوفها اول ما شوفها عشان ما فيش حاجة بقول مش هتكلم على اللعب النظيف ومش هتكلم على مكالمات التهاني اللي عمال يتلقاها اللعب ومش هتكلم على مشاعره اللي بيتكلم بيها مش هتكلم عليها لان احنا بصدد الحديث عن الحالة التحكمية لكن هذه الكرة الملتبسة اللي خلت اللعب اللي انقذها هو نفسه كابتن بسيوني يخسم بالله العظيم انه ما شافها ولا يقدر يحكم ولا يقدر يقول رجله فين رجله فين ما يبقى هنا رجله فين ده رجله جوه الشبكة لانه اليمين السابت على القط رجله التاني هتروح فين لكن ايه رأيك في ان الحارس نفسه بسام اللي الكرة قدام عينيه نشوف هلتبست عليه بنسبة قد ايه ومع هذا بسيوني ما التبستش الكرة اللي عدت من فوقيك بعد عرضية كهرباء ورأسية ياسر ابراهيم هي الجدلية قوي دلوقتي الناس كلها بتتكلم عليها هل عندك اي انطباع عدت ولا ما عدتش شفتها ما شفتهاش والله يا كابتن بس هانيه انا انا دلوقتي انا في الموتش انا نفسي ملحيتش اشوفها لانما لا رجع بظاهري بلفه الظاهري امم فما ملحيتش اشوفها لكن في الكاميرا في الصور اللي موجودة برا امم يعني لازم والله بجد مش عشان مش عشان فيها او طبع الجيش لأ هي لازم دانيا ما تحسب عليها جون السنة دي بنفس الطريقة دي نفس الطريقة نعم نفس الطريقة يعني هي هي بالزبط مم فالحاجات دي كتب محتاجة لا نسفن صح ولا حتى فار ولا اي حاجة هي اللي بيادة ريفرق فيمكن بعد الكرة بتاعت انا في موتش المحلة مم ما بقاش حد يحسب الكرة دي غير لما تبقى مية في المية صح طيب وفي فيديو اخر بس هام قالك الكرة ممكن يكون تلتها ما دخلش والتلتين دخلوا لكن بيستاندوا يقولك اصلا القانون بيقولك لازم بكامل استدارتها يعني حتى اللي انقذوا الكرة والحارس اللي قدام عينيه العملية ملتبسة عليهم بالله عليك يا كابتن ابراهيم نور الدين لما يكون اللعب اللي انقذها واللعب اللي شايفها قدام عينيه مش مش قادرين يحكموا انت ازاي ما ترجعش للفيديو انت ازاي ما ترجعش للفار انت ازاي ما تطلبش منه يشاك عليهم مرة واثنين وتلاتة ده انتو بتوقفوا المطشاط عشان حاجات هايفة بالتلاتة اربع دقاية جون لفرقة في الفترة دي في الزمن ده من المسابقة ما ياخدش منه الا سبعتاشر ثانية والعب بلعب بلعب يلا هم عايزين كل حاجة دي ما يحصلش عليها ان انت توقف وبعدين ده في نفس اليوم في نفس اليوم زمالك بيلعب مع ودي دجلة بنشارع بيشوتوا الكرة من بره تخبط في العرضة وتدخل الملعب تدخل الملعب بشكل واضح كبتن الصباحي حاكم المباراة تيت جون واللاين مان معها رفع الرايق جون على وجه السرعة حاكم الفار محمود عشور شافة رجع استنى الكرة دخلت الملعب ما دخلتش الجون فتلقى الهدف اقصد اقول على سرعة القرار هنا سرعة قرار وتلبية وهنا رفض تام لأي حاجة يا جماعة لا الفار لما اتعمل اتعمل لإقرار العدالة وضمان حصول كل فريق على حقه ادي الزمالك حقه القانوني والطبيعي والمشروع ودي الآي لحقه القانوني والطبيعي والمشروع ودي طلع الجيش وكل الفرق لانه تقنيت الفار عملت علشان كده فرصة للمراجعة بالنسبة للحاكم عشان محدش تظلم لكن عشان يحصل ده مع الاهلي ده كان موسم غريب الاهلي لا يبتعد عن صدارة الدوري في ظل ظروف طبيعية الدين الظروف شبه طبيعية حتى هقدر اتعامل معها لكن بالفار وقراء خبراء التحكيم مش رأينا عشان ما يتقلش ان احنا بنجيب ناصر عباس او بنجيب رأينا مش هنقول رأينا خالص لكن الجدول اللي قدامكو ده بيقولكو خلاصة لعبة الفار في الموسم ده خلاصة هذا الفار اولا قبل ما نروح للحساب الخطأ ده نفسه المباراة دي نفسها اجيب يحط دماغه لعب الجيش رجله في لأ هنشوف الاول امبارح ادي اجيب يحط دماغه ولعب طلع الجيش رجله في وش اجيب مين الحكم ابراهيم نوردين والمدافع هو نفسه اسلام جمال الرجل يعني تلقى مكالمات كتيرة للتهاني فمن حقه يلعب بكل الحماز ده الحياة لكن بصوا هذا الخطأ اللي استوجب ضربة جزاء لم تحتسب للنادي الاهلي اللي محسبش الرجل اللي دخلت جوه الشبكة كان هيحسب دي ات ده اسلام جمال ده نفسه تقريباً رجله قربت تلمس الشبكة ومع هذا الاخ فاسيوني قالك لا ما عديتش عايزه يحسب ديه لكن ابراهيم نوردين ذات نفسه ذات نوره ذات شخصه في نفس اللعبة الموسم اللي فات مع الاهلي بيلعب مع الاتحاد السكندري كان وقتها احمد فتحي لسه في الاهلي بيطلع كورة من على خط المرمى بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه الحاكم تيت ضربة جزاء طرد احمد فتحي انا هنا بتكلم بقى على هذه الازدواجية القاتلة في المعايير نفس الحاكم لنفس الخطأ مع نفس الفريق السنة اللي فاتت ضربة جزاوة طرد وامبارح لا ولا في حاجة فيه ازدواجية مخلة في المعايير اكتر من كده فيه اكتر من كده مباراة اول امبارح لا مش هحسد والسنة اللي فاتت يحسب ويطرد بنفس الشكل والحاكم ما يستدعهوش بس ده طرف مننا الحقيقة ان احنا ننتظر ان باسيون اللي ثابت كورة في الشبكة ومش عايز يحسبها كنت عايزين نحسب ضربة جزاء دي لا ده طرف ده احنا كده متفائلين اوي لكن نتفائل ازاي في موسم زي ده وزي ما قلتلكم الاهل اللي يفقد البطولة وفرصتها في الظروف طبيعية لازم تتدخل عوامل كتيرة في التحكيم تأثر على مجريات العدالة وزي ما قلنا لكم علشان ما نبقاش بنطالب بحاجة مش حقنا هنحتكم فقط لقراء التحكيم او خبراء التحكيم الجدول اللي هتشوفوه ده ده الجدول الكاشف ولعله الكاسف كمان لانه لما الاقي اخطاء التحكيم ضد الاهلي في موسم عشرين واحد وعشرين اجمال النقاط اللي تسبب فيها الحكام في ضياع خمستاشر نقطة من النادي الاهلي ما تكلمنيش بقى ان الاهلي متاخر دلوقتي باربع نقط بقولك خمستاشر نقطة والرأي مش رأينا مش هنقول رأينا ابدا حنسمع رأي كل خبير تحكيمي في كل واحدة هقولهولكم بسرعة وبعد كده نتناولهم بالفيديو الاهلي بيلعب مع وادي دجلة كان الحاكم احمد الغندور الخطأ في ضربة جزاء اللي بيكهم رفض احتسابها الاهلي فقط نقطتين الاهلي والبنك الاهلي محمد سلامة إلغاء هدف لأي من اشرف صحيح خسر الاهلي نقطتين زي ما خسر نفس النقطتين وهو بيلعب مع بيرامدز والحاكم جهد جريشا ضربة جزاء لمحمد شريف وإلغاء هدف لبواليا الاهلي بيلعب مع المحلة الاهلي خسر واحد صفر في وجود محمد معروف هدف للمحلة منفول وهمي ضربة جزاء لمحمد هاني وتجاهل طرد المدفع المحلة ثلاث أخطاء ليست واحدة بل ثلاثة الاهلي يفقد ثلاثة الاهلي بيلعب مع الزمالك النتيجة واحد واحد في وجود أمين عمر ضربة جزاء لرمي ربيعة عشان يفقد الاهلي نقطتين الاهلي معه الإسماعيلي الماتش خلص صفر صفر محمد الحنفي ما احتسبش ضربة جزاء لأجيه عشان الاهلي يفقد نقطتين ويفقد زيهم وهو بيلعب طلاع الجيش في وجود الأخ إبراهيم نور الدين ومساعده محمود باسيوني في الفار لتجاهل هدف ياسر إبراهيم عشان تكمل الخمستاشر نقطة خمستاشر نقطة هدف لياسر إبراهيم بدماغه وبنالتي ليه أجيه لم يحتسب فيكون النتيجة خمستاشر نقطة واحدة واحدة بالهداوة مش رأينا مش هتسمعوا رأينا في أي حالة إحنا قلنا لكم مين الحكام في كل مباراة والنتيجة كانت هي هنشوف الأول كابتن أحمد الشناوي وهو واحد الحقيقة من الخبراء الثقوة بقى من المرجعيات التحكمية اللي هو ومعاك كابتن سامير محمود عثمان ومش في قناة الأهلي في قناة القناة المتعاقدة على نقل الدور المصري تحليلهم للوقاع وحدة بواحدة ومش هتسمعوا رأينا هتسمعوا فقط رأي خبراء التحكم مش في قناة الأهلي مش في قناة الأهلي في قناة أون تايم الكابتن أحمد الشناوي يتحدث عن إلغاء هدف صحيح لمحمد شريف في مرمى المقصة نشوف شوفوا بقى اللي أنا هعمله الخط عشان الناس بتقولش الخط ده صناعتنا هنشوفوا الخط لما يطلع الثاني هنمشي على خط المنتصف هنمشي زي ما انتم شايفينه كده اهو شارب معاه بالظبط إذا الخط ده لمعوج يمين ولا شمال يرجع تاني يعني رجعه تاني اهو مع اللعيب فين التقدم للاعب النادي الأهلي أنا اعتقد ان هو أشار انه متقدم بكتفه بكتفه فين زكال اللي هو مش معدي ده ايده لنزلة والقدر ما هو الاعتقاد هو اللي عمله خط التسلل عمله بشكل خاطئ هو ده السبب لكن التسلل مش موجود والهدف صحيح مئة في المئة يعني والهدف صحيح مئة في المئة ده الكابتن الشناوي طيب جي الأهلي بيلعب مع ودي دجلة كابتن أحمد الشناوي بيشرح ضربة جزاء اللي بيكهم لم تحتسب على أثرها خسر الأهلي نقطتين يعني عايز اقف حاجة هنا لو اتشدت خلاص اعاقت الحركة فبالتالي هنا واضح جدا من لاعب دجلة وهو بيشد لاعب الأهلي وعتلاقه اللاعب حتى يعني مش بيقع للأمام لو هو بيمسك ليه بيقع لوراه معناها ان الشد يعني جابه عكس اتجاوه فبالتالي هنا طبعا هنا الخطأ وده خمطة الجزاء كانت لابد الخطأ موجود وراكة الجزاء يعني طيب احمد الشناوي عن هدف ملغ الكهربا خطأ الحكم إلغاء هدف صحيح للأهلي أحرزوا الكهربا في سيراميكا الاهلي فاز لكن الخطأ لم يحتسب المساعد احمد حسان طهر نقول له برافو طبعا تمركز رائع وإحنا عملنا خط التسلو زي ما تشايفين كده البيرو اللي عندنا الخط قادي قدم اللاعب هناك ورا انا شايف ان يعني لاعب النادي الاهلي بعيد تماما عن التسلو معرفش التقنية اللي استخدمها برافرو ان هو واقب بشكل وما رفعش رفع بعد انتهاء يعني بعد ما انتهت الهجمة ايا كان هتجننني في الاخر لغ الجوم مش هو لا مش هو يا كابتن خد وقت المين لا انا بالنسبة لنا هنا ما عنديش تسلو ما فيش غافر المساعد طيب الاهلي بيلعب مع البنك الاهلي العملية في بيتها الاهلي والبنك الاهلي حكم الساحة محمد سلامة وحكم الفار الشناوي عمر الشناوي النتيجة صفر صفر للاهلي لكن الحكم الانجليزي بق كنتميده الحقيقة عمل حاجة كويسة اتصل بديرمونت جالاجار عشان يعرض عليك واحد من خبارات تحكيم الانجليز هذا الهدف اللي اتلغى للنادي الاهلي نشوف رأي انجليزي كمان مش رأي الشناوي في هدف صحيح ملغي للاهلي اعتقد انه افضل يعتقد ان الاتران كم ادى على طريقات الاهلي نشط بالفعل نحوذ عن كثيرا فنقي عربي ماشر لقد فعلتму الإجابة معه، وعننا كثيرا أفضل أنه يجب أن يكون سعيدة لكن الألن شيرو كان يملك هو سعيدة للمسان ساعة ويقوله إن إنه بسعيد من هذن يجب أن يترك عزيزت60 من الفيديو في المساء لذلك أعتقد أنه سعيد سعيد من هذا الفيديو لأنه يجب أن يجب الهدف من الأمور، ويجب أنه سعيد بشرئ نحن أمكنه إجراء فإن أفضل أن يجب أن يسعيد أن يجبونه انا سألته عن الهدف اللي تم إلغاؤه والراجل قال لي أنه متفاجئ ومش مصدق أن الحكم لغى الجول بيقول أن الكورة جول 100% بيقول أن المهاجم اللي هو في الحالة دي أيمن أشرف عنده كل الحق أنه يروح للكورة أنا عن نفسي أنا شايفها مش جول هو بيقول أنه دخل في أرجمنت مع ألان شيرر الأسبوع اللي فات في الستوديو في إنجلترا تهدف برضو مماثل على ماجواير وألان شيرر كان بيقول أنها فاول وهو قال أنها مش فاول فهو بيقول أن الجول بتاع النادي الأهلي جول 100% وهو متفاجئ أن الكورة أو الحكم راح للفي أر ولغى الجول جبنا حاجة من عندنا الرجل الخواجة الإنجليزي متفاجئ متفاجئ أن فيه حكم يلغي الكورة دي ده للأهلي ولا قناة الأهلي ده أحمد حسام ميدو ابن الزمالك وده حكم إنجليزي قال له أنا متفاجئ أن دي تتلغي لأنه لما كورة زي دي تتلغي فرص المهاجمين معظمها أو أهدافها هتتلغي على فكرة كمان الكابتن سامير عثمان كان له رأي في نفس اللعبة الهدف رأيك فيه إيه؟ أنا لو حكم مباراة هحسب الهدف ومشاهد على الإطار لو عيد نادي الأهلي سامد قبل ما يلعب الكورة لو سامد قبل ما يلعب الكورة هقول هنا إيه؟ أهي هنا هنا فيه خطة إنما هنا لما نشوف هتلاقي العيد النادي الأهلي وهو طاير بفرصه خلاص علشان كده لما يكون حكامنا على هذا القدر من الكفاءة والامتياز والتميز يبقى الأخطاء دي مش طبعية ما هي إما دي أخطاء تقديرية نتيجة قلة الخبرة نتيجة ضعف المستوى نتيجة معرفش أي أسباب تحتاج مننا دعم ومساندة ومساعدة كحاكم بشر يا إما هو على هذا القدر من الكفاءة العالية اللي الاتحاد بيشيد بيها فيقول لنا رأيه إيه؟ في اللي بيقوله خبراء التحكيم وحتى اللي بيقوله الخواجة الإنجليزي المندهش إزاي الكورة دي بتتلغيه؟ أهلا بكم من جديد لجنة الحكامة علنت اختيار الحاكم محمد عادل لمباراة الأهل والمصري والحاكم محمد الحنفي لمباراة الزمالك والسيراميكا بكرة إذا محمد عادل للأهل والمصري والحنفي للزمالك والسيراميكا متواصلين معاكم في مراجعة الخمستاشر نقطة لخبراء التحكيم المصريين والأجانب أجمعوا على فقدانهم من رصيد النادي الأهل بسبب أخطاء تحكمية هما اللي بيعترفوا بيها أو هما اللي بيقدروها ويحكموها مش إحنا ضربة جزاء للأهل مع بيرامدز الأهل بيلعب مع بيرامدز حكم المباراة كان الكابتن جهاد جريشا اللي الحقيقة حظه سيء في مبارايات الأهل مع بيرامدز في وقعتين ثلاثة قبل كده لكن في هذه المرة ضربة جزاء للأهل من محمد شريف وهدف لبواليا ألغاهم الكابتن جهاد جريشا عشان الأهلي يخسر نقطتين ونسمع فيهم رأي الخبير التحكيم الكابتن سامير عصمان لعيب النادي الأهلي هيبتدي استلم الكرة عما نجعم البلاي هتلاقي فيه مهاجمة من لعيب نادي بس نقف هنا خلاص دي ركلة جزاء واضحة نشوف الهدف اللي أحرزه النادي الأهلي وكان فيه طلع مع حرس مرمى نادي بيراميدز والقرة واعت وبعد كده طبعا جهاد شاف القرة بشكل ممتاز نزلت راح حسبها جول إيه رأيك مبدئيا عشان عندي سؤالين إيه رأيك في الهدف ده سليم ألا لأ أنا شايفه هدف سليم هدف سليم ده رأي الخبراء التحكيم زي رأيهم أيضا في مباراة الأهلي والمحلة كان الحكم محمود معروف وكان حكم الفار سيد شعبان المحلة فاز 1-0 وتسبب طاقم التحكيم بيحسب هدف للمحلة بدايته من فول غير سليم وكلنا شفنا لما الكرة تسفر عن هدف حكم الفار من مسؤوليته مراجعة أصل اللعبة بدأت من خطأ ولا لأ وشفنا أكم من قرارها تتعدلت بناء على بداية الخطأ كان فيه لكن ده مع الأهلي لا ما يحصلش ويعترف به خبر التحكيم نشوف بعد كده هدف المحلة الفاول اللي اتحسب على النادي الأهلي لا يوجد شبهة فاول فيه هذه اللعبة 2-40 رجلون بلعب الكرة مع بعض الفاول مش موجود نعم مرامي ربيع خدوا الكرة خدوا الكرة يعني اللي 2 مع بعض عندهم فرصة في لعب الكرة هنا بقى دي لعبة محمد هنا نشوف بقى اللعب هنا بص اللعب بص بص الرجل يعت فيه اللي أنا أقدر أقول عليها في دوسة على الرجل الشمال لا لا القدم سيغمت دوسة القدم لما نرجع كده كابتان أحمد معلش القدم هنا قدم اللعب المحل هو بالشكل ده هو خلاص حط قدمه نعمEN أمام قدم لاعب محمد داني اللي حي extraordinarily Dare هنا طريعا فبقى من عبد также محمد داني لازم يسقط نعم بالشكل ده فطبعا هي دي ركل الجزاء واضحة نشوف بقى الحالة اللي بعدجي أنا ضربة الجزاء لم تحتسن طبعا ركل الجزاء لم تحتسن نيجي بعد كده الحالة بتاعت فتح الله لعب المحلة دي رحظة حدوث المخلفة عشان أدي اعتبارات الفرصة المحققة السيطرة المواجهة المسافة للمرمى الحاجات دي كلها موجودة عدد المدفعين وخلاص فيش حد قدامه إذن دي فرصة محققة لإحراز هدف أي مخلف تمنع فرصة محققة لإحراز هدف خارج منطقة الجزاء كارت أحمر ده رأي كابتن شنوب وضوح في مباراة الأهل والمحلة إذن جون من كورة ما فهاش خطأ ضربة جزاء لم تحتسب طرد للعب المحلة تم التغاضي عنه ثلاث أخطاء في مباراة الأهل بيخسرها ده رأي كابتن شنناوي وده رأي كابتن سامير عثمان أما نبص على رجل مدافع لدي المحلة هتليها ديشة على قدم مهاجم لدي الأهل محمد هاني كمان؟ وبعد كده فيه للسحام اللي جاي بالفردة من فوق أهل السحام طبيعي بس لكن في خطأ دعف القدم لعيد لدي المحلة لعيد لدي الأهل زي اللي قتل بالفيديو وإحنا شاهدين هده الوقت عارف الخبطة دي اللي داحت الرجل دي اللي خلت محمد هاني ينطر بعد كده وده نكمل فيه يعني ضربة جزاء؟ ضربة جزاء كان لازم حكم الفيديو لازم معروف نشوفها كان لازم حق قاطين لحكم المبراء اللي حاكم الفيديو يستطيع الكورة دي عمالنا عاملين فيديو ليه؟ تعالوا شوفها يقول المعروف تعالوا شوف الكورة دي طيب دي الكورة الأولانية ضرب الجزاء الثانية تسحق طرد؟ الثانية بقى نتفرج عليها دلوقتي إذن ما احنا شاكين كده مع بعض يتبتل الفرصة المحققة عناصر الفرصة المحققة كلهم موجودين العناصر كلها موجودين هنا محمد معروف احتكام القرار التنيني المخطأ بس هنا برضو أرجع ثاني حسب الفيديو كان ملاجم ملاجم عشان يقول له لا تعالى بص عليها الأناصر موجودة بتاعات الفرصة المحققة يبقى لاجم كارتة أحمر مش كارتة أصفر وأنا مش عارف يعني ده بما واحد زي كابتن سامير عثمان الرجل يستغرب هو الحكم حكم الفار سيد شعبان ما دهلوش ليه؟ همالهو وظيفته ايه؟ ولما تبقى ضربة جزاء بالوضوح ده والناس شايفاها ليه ما يستدعيش الحكم؟ ليه؟ ليه إذا كانوا فعلا دول حكام الامتياز والتميز زي ما الالتحاد بيقول إذا كان عندهم كل هذا القدر من الكفاة ليه مش حرصين على إقرار إنه كل فريق ياخد حقه؟ ليه؟ وبعدين تيجي وقعة تكشف ازدواجية المعايير ألاقي الحكم محمد معروف معروف قوي بيحكم اللي تجاوز أو تغاضع عن حق محمد هاني في اللعبة دي نفس الحكم يوم حكم مباراة المولين والإنتاج ويحتسب الخطأ للمولين ضد الإنتاج هتشوفوها أنا بقول لكم يعني لو الأمر يتعلق بكفاة حكم أو يقصته ممكن نتكلم في مستوى ممكن نتكلم في أخطاء تقديرية ممكن نتكلم بس لما نفس الخطأ يحصل فهنا تستخدم قرارك فورا وتحتسب وهنا لا نفس الحكم في نفس الكيس نفس الحالة مرة بتحسب ومرة ما بتحسبش وييجي خبراء التحكيم مستغربين مش رأينا هم اللي مستغربين إزاي ده بيحصل وإزاي ما يستدعش الحكم وحتى سابيره واسمان قالك هو إحنا جايبين فار ليه ليه عشان الناس تقعد في التكيف عشان يتفرجوا على التلفزيون ولا علشان يحافظ على حق كل فريق بقولك احسب إن شاء الله ضد الأهلي بس إدي كل فريق حقه لما أخطأ بالوضوح ده وبيعتراف الناس كلها حتى الجمهور اللي بيتفرج وبسوني يقولك ماشي 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 ده كلام مش منطقي أبدا كانت في موراة الأهل والزمالك واللي الاتحاد صمم إنه يحكمها طاقم مصري وقلنا كويس كابتن أمين عمر حكم الفار كان محمود عشور النتيجة واحد واحد ضربت جزاء لرمي ربيعة أهيه شايفيننا أحمد أبو الفتوح ورجله على رمي ربيعة في خطأ الناس اتكلمت فيه والطاقم المصري ما احتسابش برضو محدش عارف ليه رغم وضوح الخطأ وجود الفار الآلي بيلعب مع سيراميكا كلوباتر الحكم برضو كابتن أمين عمر وحكم الفار نادر أمر الدولة الآلي كسب 4-0 بس فيه هدف ملغي كابتن أحمد شنوي شرح الخطأ نشوفه كرة دي ازاي من وجهة نظري حكم اللي كان في الديار 14 وجهة نظري أن حكم الفار يعني أخطأ أخطأ وفي عندنا إعادة لما هتشوفها يعني الإعادة اللي هي بعد ما لغى الهدف بص الكرة راح فين من المستحيلات إن الكرة الإيد مش بينها تبا جابتوا الإيد ازاي فين لمس تليات مش موجود فين إيد أبش مش بينها إيده طيب هدف غير صحيح لأصوان بقى المراد في مرمى الأهلي الحكم محمد عادل اللي بكرة هيحكم الأهلي والمصري نشوف رأي الكابتن أحمد الشناوي اللي بيشرح خطأ لمحمد عادل في احتساب هدف من لمسة يد أنا محمد عادل صفر قبل الكرة واضح أو شوف بيصفر وقال إن الكرة لمسة يد بغض بقى خلينا نوصل لحجم بغض النظر الكرة جات في الإيد أو ما جاتش في الإيد وانس إن الحكم صفر على لمسة اليد قبل أن تكتاز خط المرمى انقطع وانتهى دور الفار محمد عادل صفر بأن الكرة لمسة يد كويس ولغى هنا الفار خلاص يتدخل تتحسب إيه بقى؟ يعني يحسب لمسة اليد لمسة اليد يعني الجون ده المفروض مش جون الكرة طبعا مش جون ليه لأنه هو بصفر لمسة يعاب تتدخل قبل الجول أني ما نفعش الصفر ما يستعجلش في الصفر لا حتى هو صفر خلاص بالضبط زال طيب الأهل بيلعب مع الإسماعيلي الحاكم محمد الحنفي اللي بكرة هيحكم في زمالك السيراميك وفي الفار الكابتن محمود عشور اللي راجع من الأولمبياد ومع هذا كان فيه ضربة جزاء للأهل أمام الإسماعيلي اتكلم عنها الكابتن سامير عثمان هل الكرة بتاعة IGA دي ركلت جزاء ولا مش ركلت جزاء زي ما احنا لو نشوف على الشاشة دلوقتي تحكمين رقم واحد كان لازم حكم الفار كان يصدر حكم المبارد في الكرة دي برقم واحد يعني كرة دي بجميع الأشكال ما كانتش ينفع ما يندهوش فيها رقم اتنين هنقول حاجتين لو فيه خطأ حدث قبل الكرة ما تبقى خارج أرض الملعب تبقى توجد ركلت جزاء أنا شايف الكرة دي فيه ركلت جزاء للي فيه خطأ تم قبل الكرة ما تخرج أرض الملعب تمام إذن الكرة دي من وجهة نظر حضرتك ضربة جزاء رقم الجزاء في احتجاج تم قبل الكرة ما تخرج أرض الملعب وحكم الفيديو كان لازم ينادي حكم المبارد يغصوا مع بعض على الاتنين تمام إذن الكرة دي من وجهة نظر كابسامير عثمان ضربة جزاء صحيحة للنادي الأهلي هل فيه ألعاب تانية كابتن؟ لا فيه كرة تانية اللي تم احتسابها لدرق الجزاء لصالح نادي الإسماعيلي بس أما نرجع للإي بي بي اللي هي لحظة بناء الهجمة لقى في فاول فالراجل يلغي ركلة الجزاء ولكن هدف برضو كان لغا لو فيه خطأ تم حدث وده اللي عمله النهاردة حكم البار مع حكم المبارد وده التطبيق الأمثل لتقمية البار يا فرحتي بالإعترافات مبارتين على التوالي قد الأربع نقاط الإسماعيلي ضربة جزاء زي ما كابتن سامير عثمان بيقول لنا الحنفي ما حسبهاش بكل وضوع عشان الأهلي يتعادل ثم الآله وطلاعي الجيش باعتراف كل الخبراء إن الكرة جوه وحتى لو ما اعترفوش ده أي منطق وأي عقل وأي حد بيتفرج إلا بسيوني طبعا يشوف الرجل جوه إزاي ما تتحسبش واحد رجله على الخط والرجل الثاني ممدودة وما تحسبتش قادر الأربع نقاط اللي بنتكلم عليهم في الدورة دلوقت من بين الخمستاشر نقاط يعني آخر مباراتين حسموا الدورة أو أثروا على الترتيب في الدورة الإسماعيل وطلاعي الجيش الاثنين على التوالي إبراهيم نور الدين ومعاه بسيوني ثم قبل منه الحنفي في مبارات الأهلي والإسماعيلي واسمعته رأي خبراء التحكيم عن الخمستاشر نقاط خمستاشر نقاط في موسم لم يكتمل بعد فيه تاني تأثير على العدالة وضيع حقوق مشروعة لفريق لعب 73 مباراة في سنة كاملة وخاض أكثر الصعوبات في المباريات البينية في كل الظروف اللي آهلي هو اللي تعب فيها فقط وتحمل لكل هذه الأخطاء التحكمية وعلشان الأهلي والزمالك هم طرف المنافسة أي حاجة غير قانونية أو غير مشروعة ياخدها الأهلي هي بالخصم من الزمالك وحصول الزمالك على أي حاجة مش من حقه تزيد من رصيده هو خصم من الأهلي لو الاتنين بياخدوا حقوق مشروعة كان بها إنما أي واحد منهم هياخد ما هو مش حقه ده خصما من التاني بالتأكيد دي المنافسة السنائية ودي طبعتها عشان كده خبراء التحكم زي ما أهدروا 15 نقطة على الأهلي شفنا خبراء التحكم نفسهم وبالمناسبة منهم ناس في قناة الزمالك الأراء اللي هتسمعوها فيها أراء لكابتن ياسر عبرووف في قناة الزمالك ولن نتدخل ولن نتدخل وفقا لي رصد خبراء التحكيم الأخطاء التحكمية هذا الموسم الزمالك استفاد بتسع نقاط نتيجة هذه الأخطاء الزمالك بيلعب مع بيرامدز نتيجة واحد واحد الحكم محمد عادل خبراء التحكيم قالوا إنه الحكم ألغى هدف لبيرامدز فد الزمالك نقطة الزمالك بيلعب مع امبي الزمالك فاز اتنين واحد كان الحكم محمد الصباحي الخبراء قالوا إنه تجاهل ضربة جزاء لامبي فد الزمالك نقطة تين الزمالك بيلعب مع بيرامدز النتيجة واحد واحد الكابتن جهاد جريشل حكم تجاهل طرد طرق حامد وضربة جزاء للزمالك اداله نقطة الزمالك بيلعب مع آآ الأهلي النتيجة واحد واحد الكابتن أمين عمر تجاهل ضربة جزاء لرمم ربيعة فداله نقطة الزمالك مع المصري الزمالك كسب اتنين واحد في قيادة محمود البنة ضربة جزاء على المصري نقطة تين الزمالك بيلعب مع اسموحة النتيجة اتنين واحد الحاكم محمد الحنفي تجاهل ضربة جزاء الاسموحة فد الزمالك نقطتين اجمالي النقاط اللي خبراء التحكيم تاني اللي خبراء التحكيم وبينهم خبراء تحكيم زي كابت الناصر عبروه في قناة الزمالك وفي قناة اونتايم الزمالك استفاد بهذه الأخطاء بتسع نقاط لما الزمالك يستفيد تسع نقاط والاهل يخسر خمستاشر بنت يعني فيه 24 نقطة أسرت فيه مسار البطولة ومش رأينا مش رأينا رأي خبراء التحكيم وبينهم ناس في قناة الزمالك نفسها هدف صحيح لبرامد امام الزمالك نشوف الكابتن شناوي وكابتن ساميرو عصمان بيعترفوا بصحة هدف بيرامد انا بالنسبة لي الكورنة دي هدف سليم وهقولك ليه هدف سليم من وجهة نظرنا طبقا لبتاعه خلي بالك لعيب نادي زمالك ومدينة حط كده هتليه ده يعتبر موازي داخل داخل الستيار ده إنما في الكورة دي أمناه الكتف الكتف هو تبقى آخر نقطة طالما النهاية آخر نقطة يبقى لعيب نادي بيرامد اللي أحرز منه الهدف ده كان في موقف سليم وضربة جزاء لإمبي قدام الزمالك كان الحكم الكابتن ساميرو عصمان بيشرح كيف وقع هذا الخطأ من الحكم في مباراة إمبي طبعا هنا في خطأ يبقى هنا في خطأ على نادي الزمالك الحاجة الثانية عاوزين نعرف هي بره ولا جوه بس هنا الحدث حدث الخطأ الالتحام حدث على الخطوط اللي احنا نبينينها راكلت جزاء غير محتسبة لصالح فريق إمبي ودي كانت في الشوط الأولاني طيب الزمالك بيلعب مع بيراميدز والحكم محمد جهات جريشا والفار محمد الصباحي ضربة جزاء غير صحيحة للزمالك قدام بيراميدز نشوف رأي كابتن ساميرو عصمان فيها نشوف لعيب نادي الزمالك عمل ايه مع عبدالله السعيد وهو بيروح عبدالله السعيد بيروح بيستلم الكرة هنلاقي كوه عبدالله السعيد في رقبة عبدالله السعيد طرق حامد طبعا دي الكرة بالشكل ده بالشكل ده على أقل حاجة بقى فيه تهور وبإنزار نيجي للحالة اللي بعد كده حالة مهمة جدا في المباراة احتساب راكلت جزاء لصالح نادي الزمالك طيب هنشوف في راكلت جزاء ولاق ونسأل بعض الأسئلة الكرة جات في إيد لعيب نادي بيراميدز مظبوط حلو أما نيجي نشوف دي أفضل زاوية كرة جاية هنوقف الكرة بس نوقف هنا الكرة كابتن أعيمن جات في إيده صح جات في إيده واضحة لو شننا الإيد دي الكرة هتروح فين هتروح في الجسم اللعيب بيراميدز تمام يعني مش ضرب الجزاء من وجهة نظر أنا بطبقا للصورة والتحليل الفني اللي أنا بقوله كحاكم كرة دي مفاش راكل الجزاء السابق بسيط الإيد مش مكبر الجسم اللي يجي داخل الجسم والكابتن أحمد الشناوي بيأكد أيضا عدم صحد ضرب الجزاء للزمالك قدام بيراميدز الإيد بتاع التلاعب نادي بيراميدز هل الإيد شكلها بالوضع ده مكبرة جسمه ولا في الجسم الطبيعي مش مكبرة إذن النهاردة بدليل الإيد ديها وتشالت في كرة تخبط فيهن في جسمه إذن النهاردة الإيد أصبحت يعني أتاتت ملاطقة وهو أصبحت جزء من الجسم وليس مكبرة للجسم طيب يعني يعني الكرة ديت المفروض نها مش ضربة جزاء مش ضربة جزاء مش ضربة جزاء أصلا لعبة طريق حامل يعني اللعبة لابد أولا التهور موجود والقوة النهاردة الشكل بتاع إيد طريق حامل كوة ولا جاءة ولا إيد شكله إيه دلوقتي قدامنا أنا إيده يدخل بالشكل ده بقى كوة بقى يلفه خلاص يعني الشيء طب بيشوف إيده وزوس بصدرها زي للعب الشكل أيو أيو ده لازم هنا وهو كان معه بطاقة صفراء أولى أقل شيء إن يكون فيه أمسا أقل شيء أقل شيء آه لكن يعني مش عايز أقولك والطرد يعني الكابت الأحمر يبقى كل ما موجود طيب في قناة نادي الزمالك بقى كابتن ياسر عبرقوف بيتفق مع الكابتن الشناوي والكابتن سمير محمود أثمان عن نفس المباراة الزمالك مع الدرامنسي نشوف أهي أنا أتحرك عادي هو كابتن كده أهي الكرة أهي شاف شاف شفتها أهي أنا أهي كابتن أهي شفتها أيوة يا خالد ممكن أسحب إيدي يا خالد ما بص أهي كابتن أهي عايز أسحب بقى إيديك إحنا بنتكلم هنا هو أهي كابتن أهي شايفها قدامي هو خالد ما أنا عني عكورة ما أنا عارف إن أهي شايفها أنا عارف إن أهي شايفها يا كابتن دكاية مقصده في إيده يا خالد مقصودة يعني وجهت نظرك واحترمها انتشافنا مش مقصودة؟ لا خالص ده في قناة الزمالك جينا لمباراة الزمالك مع سموح ضربة جزاء صحيحة لسموحة لم يحتسبها محمد الحنفي ولم يستدعيه أيضا نادر أمر الدولة والرأي لكابتن الشناوي هنرجع عم الله في اللعبة دي مهمة جدا نمشي هنمشي فريم فريم كده بس نوقف لا وقف قبل ما يوقع اللعبة نوقف هنا فيه التحام ولا فيهنا اللعيب نمشي فريم واحد بس كده هيدا اللعيب بيقع كده اللعيب كده ويع اللعيب كده سقط ما هو حاكي أنت جايبها من ستريل يعني أنا بس أل بس أل بس أل كده أنا فيه السقوط للعبة بس هو كان اختلل والله دلوقتي كان بيعمل فنت عايز يرجع بالكورة الناحية التانية دخل معاه لعب ندي الزمالك داس على رجله هو ده اللي خلى الفار يجيب محمد الحنفي مش حاجة تانية هو ده اللي خلى الفار يجيب من ليه انه هو بعد ادي وهو ادي الدخلة هو النهاردة ما سقطش أبدا إلا لما الرجل جت على الرجل ودس عليه بالشكل ده إذن النهاردة المخلفة موجودة ولكن الحنفي هو صاحب القرار الأول والأخير لم يحتسب ركلة الجزاء أو المخلفة اللي هي كانت بفوض تحتسر إذن الزمالك بيلعب مع المصري الحكم الكابتن محمود البنة والفار محمود عباس أبيل الزمالك بيفوض 2-1 لكن ضربة جزاء الزمالك غير صحيح والرأي لكابتن سامير عصمان عزين نركز على لعيب اللي أبيض واللغدر هتلاقي فيه دفعة اتفضل إلى لبع هتلاقي فيه دفعة من مدافع ناجي الزمالك للعيب ناجي المصري عزين نركز على لدينا يا كابتن حازم ايوة الزقة توقع كل ده في القانون مفيش دفعة بسيطة ودفعة جمد هنا في دفعة بإهمال من العيب ناجي الزمالك كان لازم حكم اللي يمكن نشوفها بس كان لازم حكم الفار حكم الفار عشان يخلص الجدل اللي احنا فيه ده زي ما جاب له اللقطة بتاعت الإيد كان لازم يجيب له اللقطة دي زي الإهمال بتاعت إسلام صلاح ما هي دي دفعة ما أنا بقولك يا كتر عمر ما فيش دفعة بسيطة ودفعة جمدة ده يرجع كله هنا تقدير الحكم هنا في دفعة يبقى فيه خطأ يبقى ما فيش ركل الجزاء والكابتن شناوي بيتفع مع الكابتن ساميرو عثمان عن نفس الواقع أنه ضربة الجزاء غير صحيحة نشوفه هي طبعا علامة مركبة لأن هناك ركل الجزاء مستحقة على اللمس اليد ولكن يسبقها مخالفة أيوة مخالفة من لعب الزمالك ويعداف لعب المصري وكان من المفترض على الظهر أن يقدم له يقول له في ركل الجزاء وفيه فاول ويبيشيك عليهم البنة الاجراءات دي اللي أنا مخالفة لك اللي مفترض يتم أيوة وكان طواما هو البنة راح بص شاف أن في ركل الجزاء وشاف فيه دفعة بيخش ويكلم كابتن فرقة وكابتن فرقة كان ليكوا ركل الجزاء لا يستعليكوا فاول من فيه فاول قبل منها ويستقلب بالفاول اللي هو على مخالفة طب عملش كده ليه؟ ما عرفش ما عملش كده ليه؟ قال له ما عرفش بس كابتن رضا البلتاجي يعرف طرد طريق حامد بتتفق مع نفس وجهة نظرك بأنه كان المفروض طرد من أول مرة مش انذار سم طرد طرد بسبع حامد ده تأخر سبع سنين سبع سنين؟ سبع سنين عامد سبع داي تأخر سبع سنين بمعنى أنه كان يستحق على لقطات مشابهة في مطشات قديمة بطاقات حمراء؟ طرق حامد استخد الموقف ده عسرات مرات أبدا طرق حامد يطرد عسرات مرات عسرات مطشات في فتر التوابض بعد ذا مالك في الخمس اللقطة الجدلية التالية أعتقد والأخيرة هي لقطة هدف الزمالك التالت من ضرب الجزاء؟ الفاول صالح نادي المصري في دفع عبد الرحل الجزاء الخطأ الأول الدفع على محاجم نادي الزمالك استوجب راكل حورة غير راكل حورة مباشرة الحكم بسرحة أظن شفت الرأي الإجمالي من الكابتن البلتاجي وفي كل الوقاعة اللي فاتت لقناة الأهل تكلمت ولا رأي خبير من قناة الأهل ولا رأينا الوقاعة التحكمية يسعل عنها خبراء القانون خبراء التحكم هم اللي أقاموا الدنيل في كل وقع من هذا الوقاعة سواء في الخمستاشر نقطة اللي أجمعوا على إهدار التحكم حق النادي الأهل فيها أو في احتساب تسع نقاط للزمالك بإجمع أراء الخبراء زي ما شفتوا فيه وقاعة كان الرأي فيها لكابتن ياسر عبرقوف من قناة الزمالك وكابتن رضا البلتاجي وكابتن ساميرو عثمان والكابتن أحمد الشناوي حتى في كاس مصر كابتن عادل عقل سجل أنه في مباراة الزمالك في كاس مصر كان هناك احتساب ضربتين جزاء غير صحيحتين للزمالك زي الطرد غير صحيح لمدافع حرص الحدود في مباراة الزمالك والحرص في الديئة خمسين لحميد أحداد على أحمد سامي راكل الجزاء هي بقى دي اللي يقال عليها كابتن عمر وكتبتناش أنا حليك أبن الهوى إنها فعلا راكل الجزاء من واحد خيال ملاش أي أساس من الصحة طبعا هنا بقى أنا وف راكل الجزاء الثاني طبعا ده أنا لسه أقول أعتقد تمام فجينا هو براكل الجزاء الثانية وراكل الجزاء غير صحيحة تماما أضطر البطاقة الحمراء وراكل الجزاء الثانية وراكل الجزاء الثانية وراكل الجزاء الأولى تمام وما نقطة التحول تمام دفعوا ما فيش غار ما فيش غار ما فيش غار أظن نشوفنا الرأي في كل هذه التقديرات من خبراء التحكيم 15 نقطة ضعت على الأهلي وتسع نقاط أضيفت للزمالك بإجماع أراء الخبراء ما تدخلناش برأينا وما استعنناش أبدا بأي رأي من داخل قناة الأهلي والفيديو على من ادعى والصورة على من أنكر كان الدليل واضح جدا عشان كده بنقول هذا الفريق الذي تعرض إلى كل هذه الظروف هو اللي بينافس ريال مدريد على الأكثر تتويجا في العالم على جمهور الأهلي أن يفخر أكثر أن يسعد أكثر أن يزهوا بفريقه إحنا بنتكلم أن نحن بنلاحق ريال مدريد على صدارة أنديت العالم في الأكثر تتويجا بالبطولات القرية والدولية ويجلس الأهلي على قمة بطولات العالم في كرة القدم مجتمعة يعني لو هتتكلموا على إجمال البطولات المتنوعة في كرة القدم الأهلي أول العالم هنتكلم على البطولات القرية والدولية الأهلي لا يسبقه أحد غير ريال مدريد وفي حجم الشعبية في المتابعة على اليوتيوب الأهل يسبق برشلونة ودي مش أحصائياتنا دي قيمة ومكانة زين النوادي دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير أن نلتقي مساء الاثنين القادم إن شاء الله ونسيبكم مع زين النوادي